اشتركوا في القناة اشباط سوق العمل بمجال الدراسة هذه واحد من اهم اسباب نجاح المجتمع عملك ودراستك مفيدة اكثر انا اخترت هذا التخصص انه هو التخصص اللي شفته يخدمني في المقاني لخير في علم لا ينقلب الانسان الى الاخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الوطن هم حاضرة ومستقبلة مكملين المسيرة ورافعين الراية فهم القوة والامل لبناء غد افضل وخير وتد للاجيال القادمة يسعد مساكم مشاهدين الاعزاء ويا مرحبا بكم في حلقة يديدة ببرنامجكم الاسبوعي الشبابي الحواري يمعد شباب واللي خلاله نتبنى مختلف القضايا والمواضيع الشبابية في دولة الامارات العربية المتحدة مع نخبة من المختصين والخبراء وايضا من خلال بحثنا العميق حول قضية وموضوع بنستعرض وياكم اهم الدراسات والابحاث العلمية اللي تكلمت عنا وانتو بعد مشاهدين تقدرون تكونون جزء من هذا البرنامج وتشاركونا اراءكم في مواضيع مختلفة من خلال كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاق يمعد شباب خلونا نحن نشوف هذه النبذة التعريفية عن موضوعنا لليوم واللي هو العمل أثناء الدراسة الجامعية وبعدها بنتعرف على ضيوفنا مشاهدين حلقتنا اليوم انطلقت وفيها نتعرف على أراء ضيوفنا حول موضوع حلقتنا اليوم وهو العمل أثناء الدراسة الجامعية وبنتعرف على أراء كل واحد منهم من ضيوفنا اللي موجودين اليوم وببدأ معاتي هند شو رأيتش في مفهوم العمل أثناء الدراسة الجامعية هل أنت مع هذا الشيء؟ نعم معه بما أني أنا من الناس اللي أصلاً خطت هاي التجربة أثناء دراستي الجامعية لشهادة البكالوريوس ولكن بشروط ومن أهم هذه الشروط أن الإنسان يكون عارف كيف يدير وقته جميل براهيم شو رأيك في موضوع العمل أثناء الدراسة؟ من وجهة نظري أشوف أن الدراسة الجامعية هي ليست فقط دراسة أكاديمية بل هي فرص لأنك أنت تنتقل إلى محيط مختلف تنتقل إلى بيئة مختلفة فأنا ضد العمل أثناء الدراسة أفضل أن الواحد ركز على دراسته والأشياء المتوفرة له خلال دراسته جميل جداً حمد شو رأيك في موضوع العمل أثناء الدراسة؟ العمل أثناء الدراسة هو موضوع صعب لأنه لازم تخسم وقتك وتكون منضبط على الوقت وفيه صعوبات كثيرة لازم توزع وقتك ويكون منتظم لكن مثل ما نقول نحن لكل مجتهد النصيب وبعد ما يخلص الشهادة يكون له مكان وله ساحته بإذن الله الكريم حسن بما نجحنا بعد أراء الشباب نشوفك أنت بعد هل أنت مع مفهوم العمل أثناء الدراسة؟ أكيد مع هذا المفهوم ومع الدراسة ومع العمل كذلك بجد واشتهد ولو ما كنت مع الاتجاه هذا ما كنت أستكمل دراستي الحالية في الدكتورة وأنا في مرحلة متقدمة في الوظيفة فبالعكس تعتبر فرصة وما تتفوت جميل جدا صديق البرنامج علي بنشوف رأيك أيضا في موضوع العمل أثناء الدراسة شو رأيك؟ أتوقع ثامر هو امتزاج مهني بالإضافة إلى الأكاديم ممكن يخدمك أثناء عملك أيضا فإنك تتعلم في أكثر معارف طبعا هو إدراك أو معرفة شيء جديد أثناء الدراسة ممكن أن هذا الشيء يفيدك أثناء عملك لذلك أنا معه بالعكس هو تحدي ولكن في نفس الوقت تجربة جديدة نعم طبعا شفنا أراءكم بشكل مختصر وبنغوص في تفاصيل موضوع حلقتنا اليوم ولكن خلونا نتعرف على ضيوفنا بشكل أكبر ونرجع لكم اشتركوا في القناة حياكم الله ضيوفنا منورينا في هذا اليمعة الشبابية واللمة الطيبة اللي بنتكلم فيها عن موضوع يهم الشباب بشكل كبير وهو العمل أثناء الدراسة الجامعية طبعا أكيد ينظم إلينا في هذه الحلقة عشان ناخذ من خبراته بشكل أكبر الدكتور يونس الحوسني مدرب وقائد تربوي حياك الله معنا مرحبا بابا يا مرحبا بابا طبعا حوارنا اليوم يهم الشباب بشكل كبير خصوصا اللي في مرحلة دراسية وموضوع العمل أثناء الدراسة جدا مهم لكن نبقى نعرف منك دكتور شو الأسباب اللي يتخلي الشخص يتجه للعمل أثناء الدراسة طبعا نحييكم وحيي هاي اليمعة الطيبة شبابنا اليوم ما شاء الله أفضونا بطاقة جميلة في الحقيقة موضوع جدا مهم أخوي ثامر موضوع الدراسة والعمل هي أكيد من المواضيع الأساسية اللي يتهم الشخص وتهم كل فرد في المجتمع لاسيما الشباب اليوم عشان نحن نفهم أهمية هذا الأمر لابد أن نحن نفهم شو هي احتياجات الشاب هذا متى يقرر أن يبدأ مشواره في العمل متى يقرر أن يبدأ مشواره في الدراسة الحمد لله مثل ما اتكلمه والأخوان اليوم الدولة يعني وفرت الفرص اللامحدودة للشباب من أجل استكمال دراساتهم الدراسات الجامعية وحتى الدراسات العليا وهذا واضح في جميع إمارات الدولة بلا استثناء اللي يهم اليوم الشاب هو معرفة توجهه الحقيقي معرفة طموحه الحقيقي وكيف أن يحدد هذا الأمر بشكل مسبق خلوني شوي أرجعكم لأيام المدارس أكيد الطلبة خصوصا طلبة الثانوية العامة يتعرضون لنوع من الإرشاد الأكاديمي وهذا من الأساسيات اللي تهم كل الطلاب ومن الواجبات الأساسية على كل المدارس خلال هذه العملية يتم إرشاد الطلاب إلى التوجه نحو التعلم المستمر والتعلم الجامعي وثم التعلم العالي هنا يبدأ الطالب يفكر وتبدأ الأمور عنده تثور نوعا ما هل هو يتوجه مباشرة إلى العمل وهو الحين يعني في مرحلة أنه يخلص دراسه وكذا فيبدأ عنده صراع داخلي هذا الصراع يؤدي إلى هذا الانقسام اللي اليوم ممكن نشوفه كل حد من الشباب يشوف أنه أنا لازم أتوجه للعمل مباشرة وغيرها أيضا نفهم هذا الوعي عند الشباب لابد أن يكون اليوم موجوده أنه يحدد قراره وهو يحدد وين يبتجه ولكن يعني قد إذا لم يثقف نفسه اليوم هذا الطالب قد تطغى أمور أخرى مثل العاطفة مثل الرغبة الغير حقيقية على الرغبة الحقيقية والتوجه المفروض هو يكون فيه فيبدأ يميل أن خصوصا الشباب الذكور يميلون أننا نحن نبقى نكون نفسنا وأسرع بطريقة أخرى فهو يبتجه أن يبحث عن عمل بشكل أسرع ويفقد حماسه وشغفه نحو الدراسة تعرف يعني نتوى مخلص دراسة وفرش فممكن أن يستكمل بطريقة أسهل من أن يأخذ البريك مثلا ويروح بعدين يكمل دراسته من جانب آخر وهو الجانب المفروض نحن ننظر إليه كآباء كتربويين أيضا كصناع قرار أن ليش هناك رغبة للشباب خصوصا في الخروج والعمل لأن هذا الشاب من تكوينته يحب أن يكون نفسه في هذا العمر والجوانب المادية جدا مهمة وجدا ملفتة خصوصا يمكن كلنا مرين في هذه المرحلة يقول لك والله أنا ما بي أكون عبء على أهلي وعبء على والدي مثلا فبتجه ومن حقي أني أستقل ومن حقي أني أشوف نفسي يعني ماليا وشخصيا وغيره وفيتجه أيضا إلى هذا الجانب ولكن اللي يصير لهذه الفئة من الناس أو من الشباب أنه بعد فترة يرجع إلى مقاعد الدراسة قد يسبب لهذا الأمر نوع من التحديات الأكبر يعني وتكون يعني أمور ما حسب حسابها بشكل صحيح مسبقا دكتور أنا ممكن هذا الشيء اللي أتكلم به بشكل أكبر نحن نعرف أن لهذا الموضوع أو موضوع أنك تدرس وتشتغل إيجابيات وسلبيات نبقى نعرف منك شو الإيجابيات وسلبيات لأننا نشتغل وندرس صحيح كل الأمور في الحياة فيها جوانب أنا ما أحب أسميها سلبيات أحب أسميها تحديات فيها جوانب تحديات وفيها جوانب إيجابية ما في شك اليوم الطالب خلنا نقسمها إلى عدة فئات عندنا طالب يدرس بس ما يشتغل هذا الطالب شو من سلبيات أو تحديات خلني أقولها أو إيجابيات عنده طبعا من الإيجابيات أنه بيركز في دراسته وأنه راح ينجز بشكل أسرع لأنه متفرغ للدراسة بينما السلبيات ممكن أنه نحن نقول بتواجه بعض التحديات يعني للطلاع بشكل عميق على سوق العمل ممكن ممكن البعض الشباب يتعرضون لضائقات مالية في هذه المرحلة وهذا جدا أمر وارد يعني وأمر طبيعي طبيعي لأنه بيشوف بيطلع من حياة مدرسية إلى حياة جامعية إلى حياة يعني شبابية أكثر فبيحس أنه عنده ضائقة مالية معينة الفئة الثانية الطالب اللي ودر الدراسة وما كمل الدراسة وراح يشتغل شو إيجابيات شو السلبيات من إيجابيات أنه طبعا ممكن يحصل له إلى وظيفة يبدأ يكون نفسه أكثر يبدأ ممكن أن يشكل أسره بشكل أسرع وغيره وغيره والأمور التحديات اللي عنده هو أنه ممكن يكون يفتقر إلى وجود شهادة علمية عليا أو غيره بيبدأ عقوب يلحك في نفسه وبنشوف الفئة الثالثة اللي هي فئة الشباب اللي يشتغل ويدرس في نفس الوقت طبعا بتكون عنده أكيد ضائقة في الوقت وظائقة أو احتراق من ناحية الجهد ولكن هل شبابنا اليوم مستعدين لهذا الشيء؟ أنا أعتقد نعم مستعد أنه ممكن يبدل الجهد ممكن أنه عنده وقت كافي يوزع ما بين العمل والدراسة وهذا طبعا كل الشباب يطمحون له كل الشباب يسعون لهذا الشيء فتبدأ أما أنه بدأ مشواره العملي وبعدين بدأ يدور على جامعة أو دراسة أو أنه بدأ مشواره الدراسي وبدأ يدوره على عمل مساند فأنا شفت منك كثير جوانب وممكن أن تطرقت عليها بشكل جدا جميل لكن أنا ممكن أتجه لهند ماشاء الله تبارك الرحمن أنت موظفة وفي نهايات العشرين تبارك الرحمن من الأشخاص الذين يدرسون ويعملون وجربتي هذا الشيء ممكن نعرف أن في هذه المرحلة في الدراسة والعمل مع بعض ممكن تتجه لمرحلة الاحتراق أنت بالنسبة لك جهد كبير توافق بين الاثنين جهد ذهني كبير أنك أنت توافق بين الاثنين كيف قدرت هند توافق في هذا الموضوع وكيف كانت تجربتها؟ أكيد أول شيء هو كلمة احتراق فعلا احتراق وبشكل كبير لأن أنت اليوم وقتك خلي نقول مبفي حكمك لأن الوقت ضيق وائد وأنا من سكانة بي كنت أروح الشارجة الجامعة وأرجعت بي أروح للعمل أنا أشوف أول شيء الطالب ممكن يتجه له إذا حب يوفق بين العمل والدراسة في وقت واحد الدوام الجزئي يمكن يكون هو الحل الأمثل ليش؟ أنا في النهاية بروح جامعتي بخلص مثلا من الصبح لين الظهر أو أول العصر برجع بروح دوامي من العصر إلى المساء هذا أول شيء يعني أني أتجه للدوام الكامل بيكون وائد يعني صعب وأصلا الوقت ما يسعفك أنت في النهاية عندك كم ساعة في اليوم لازم تجبل في هالكام ساعة يعني ما بتقدر بعد أكثر فوق طاقتك اللي هي الله عاطنك أصلا فهو أردي فيه تعب فأنا مع الدوام الجزئي الدوام الكامل صعب أني أنا أوفق بينه يعني حتى لو وفقت في العمل بيكون في صعوبة أوفق من ناحية جدول الجامعة ثاني شيء إدارة الوقت شويا نخفف لعب يكون فيه جد أكثر المسؤولية تلعب دور كبير يعني إذا الشخص أصلاً هو مو بمسؤول ومو بمستعد يتحمل المسؤولية بيكون جداً صعب عليه يعني أنت لو شخص مو مسؤول الإنسان يتعلم نحن في النهاية نكبر وكنا كلنا صغار فالإنسان يتعلم المسؤولية يتعلم كيف يدير وقته الدعم جداً مهم دعم الأهل لأنك أنت بتقصروا إياهم دعم العمل الدعم العمل الجامعة الدعم فيها يكون صعب لأنك عندك مساقات ملزم فيها وكل ما تتأخر يعني خلاص الحين أنت على ويه التخرج يكون أصعب يعني أنا من التحديات اللي واجهتني بحث التخرج ياخذ جهد روح وارجع وعدل ومناقشة وغيرها فالدعم جداً مهم دعم الأهل يتفهمون أنت يمكن في جامعات ما تقدر تحضروا إياهم بيكون فيه تكسير بس فهمهم أن هاي فترة مؤقتة ودعم الأصدقاء أنا يعني من بعد توفيق الله ودعاء الوالدة وهذا كان فيه دعم كبير من أصدقائي ساعدوني يعني فيه عمل التقارير فيه المساقات في الحضور فيه ديكاترا ساعدوني والعمل أنت لازم علاقتك تكون جيدة جداً مع مسؤولك يعني أنا كنت فيه الصفوف الأمامية اللي هم الصراف فعندنا يعني عملاء فكنت أقول له ممكن نهاية الشهر يعني لما يكون يعني الضغط أخف أخذ نص ساعة أدرس إذا عندي امتحان أوكي فأنا علاقتي جيدة معه عندي وقت أحاول أني أنا يعني أسوي أسهر يعني في إجازات نهاية الأسبوع أحاول أن أنظم وقتي فهو فيه احتراق بس الإنسان إذا يحط في باله أنه فيه هدف وأنا هاي فترة مؤقتة بتعم وبرتاح بعدين عشان ما أقول أنا بتوظف وعندي راتبي وخلاص لا شهادتي مهمة حق المستقبل إن شاء الله بإذن الله طبعاً كثير حبيت كيف تطرقت للموضوع وأكيد نحن نوجه تحية لكل مسؤول كان داعم للموظف اللي عنده في استكمال دراسته أنا بتتجهلك أستاذ حسن في هذا الموضوع أنت ما شاء الله عليك موظفي إحدى الجهات الحكومية وفي أواخر الثلاثينات الله يعطيك الصحة والعافية اليوم أنت تمتلك شهادة ماجستير في الإدارة التنفيذية وماشاء الله تبارك الرحمن تكمل الدكتوراه في الفلسفة والأدب وإن شاء الله قريباً نقول لك دكتور خبرنا كيف بدأت هذه القصة وهل أنت من الناس اللي يفضلوا أنهم يتجهون للعمل قبل الدراسة أم لا عكس؟ والله في البداية الظروف تختلف من شخص إلى شخص لا بد مثل ما تفضل الدكتور يونس في البداية عند الإرشاد الأكاديمي في الثانوية العامة لازم الأهداف تكون واضحة من هذه المرحلة أنت مقبل على مرحلة الاعتماد عن نفس أحياناً أنت تفكر كيف أعتمد على نفسي من أول يوم بطلع فيه من بي يعني أهلي كانوا يدعموني أمي وابي كانوا وياي أخواني وياي الآن أنا خلاص أعتمد على نفسي من هذه المرحلة أنا أشوفها هذه النقطة الانطلاقة ضروري أن الواحد يكون عنده هدف مستقبلي أنا الرسمة عندي الأهداف من هذه المرحلة حطيت نصب عيني أن الدولة يزاهم الله خير يعني بقيادتها الرشيدة وبهيئاتها وجهاتها الحكومية أبد ما فيك صور ليش نحن نقصر من ناحية أن نحن ندعم الحكومة في توجهات الاستراتيجية ليش إذا عندنا الإمكانيات ليش نفوتها على عمارنا فكل شيء متوفر حطيت نصب عيني أني أكمل دراستي وفق للظروف التي تتاح لي في البيئة في البيئة العمل فاللهم لك الحمد اتطرقت للدراسة في الإدارة ومن ثم حبيت أني أغير التخصص هذا يسمونه التخصصات البينية أو الاتجاهات البينية الجديدة أنك تدمج أكثر من علم أو علمين في دراسة معينة أو في الدراسات العلياة فهذه نتاجها ستكون مثل ما تقول دعم لوظيفتك كذلك دعم للجهة الحكومية التي أنت تعمل فيها فبالعكس يعني الواحد يجب أن يحدد للهدف ويمشي على الهدف هذا وفقا للإمكانيات أنا لا أعتقد أن في أي جهة من جهات الدولة ستقصر مع أي موظف ومثل ما تفضلت أختي هند كذلك في موضوع جدا مهم اللي هي العلاقة أنا لازم أبني علاقة طيبة مع مسؤولي مع زملائي مع أهلي مع أصدقائي لأن أساس نجاحك العلاقة العلاقة الطيبة جدا مؤثرة في حياة الشخص فهذا أنا أسميه رصيد شخصي كلما كانت علاقتك طيبة مع مسؤولك أو مسؤولينك أو زملائك أو أي إن كان فأنت هنا لست تكون الرصيد الشخصي أعتبر هذا الرصيد الشخصي سبب من أسباب نجاحك واستكمال دراستك أي إن كانت ظروفك مع العمل جميل جدا طبعا أنا أتجه لشخص ممكن كان إجابته مختلفة عنكم وراح باتجاه أنه ما يحب أن يجمع الأثنين العمل والدراسة إبراهيم ما شاء الله تبارك الرحمن أنت في مختبر العمر وأيضا مهندس مشاريع رقمية خبرنا كيف قضيت وقت دراستك وليش فضلت أنك أنت تكون فقط طالب بدون ما تعمل وحبيت أنك تركز فقط في الدراسة مع ذلك يعني ممكن أنا كان يتكلم حسن في موضوع أنه بنيت علاقات وإشياء نفس هذه أنت جالس تكتسب خبرات أكثر في جمع الأثنين فخبرنا ليش أنت اخترت أنك تكون فقط طالب مع أنك أنت تتفرغ في حق الدراسة الجامعية أمية بالأمية لأنها فيها ويد في ويد أول شيء من ناحية خلني يمكن أذكر النقاط وكل نقطة أرد عليها من اللي سمعتها من ناحية الضائقة المالية خلني نقول اليوم يمكن هذا الشيء أو الوعي المادي كان عندي من ما أننا في البيت تعلمت من الأهل أن عندي وعي مادي أعرف وين أصرف أعرف شو أسوي أعرف وين أحطي فلوسي بالضبط لأن أنا وأدرس في الجامعة عندي أولويات فبناء على الأولويات اللي أنا برتبها هني أنا بحدد هل أنا في ضائقة مالية أو لا هذا واحد اثنين أنا درست هندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة يعني جامعة الإمارات معروفة أنا محتاجة أتكلم عنها والهندسة أيضا فيها معروفة بالإضافة إلى أني أنا كنت أشارك في الأنشطة التطوعية عندي الحمد لله تخرجت كنت مركز الخامس ما بين 15 ألف طالب وطالبة يدرس حصلت على تقريباً 2600 ساعة تطوعية أنا هذه الساعات التطوعية هالي فرقت معي والحمد لله من تخرجت إلى أن توظفت أقدر أقول أني أنا آخر فاينل لي كان تاريخ 1 سبعة أول يوم دوام 1 ثمانية على طول يعني هذا من فضل الله ومن فضل الأنشطة الجانبية سواء مجتمعية ثقافية اللي كانت موجودة في الجامعة اليوم أنا قاعد أدرس علم محدد أثناء الجامعة ليش أغلب الشركات اللي تعطي سبونسر للطلاب ما تقولهم تعالوا داوم عندي تعال داوم في إجازتك الصيفية عشان يتفرغ عشان يجمع بين العلم اللي قاعد يدرسه ويخلطه مع الخبرة العملية يربط ما بينهم إذا أنت كنت تعمل في تخصص معين ودراستك في مجال آخر هذا تحدي جدا كبير وهذا بيأثر سلبا وإيجابيا عليك لكن السلبيات أكثر فغير اليوم فكرة البعثة البعثة يبتعث هذا الطالب ويتفرغ للدراسة إلى فترة معينة مع الدعم المادي اليوم نحن في فترة الثانوية نسمع أننا لازم ني بنسبة عالية عشان حصل سبونسر وروح في الجامعة انت ما تحصل سبونسر عندك دعم مادي عندك تقدر تسرع خلنا نقول من مسيرتك المهنية بالإضافة إلى أن وظيفتك مضمونة جميل هذا أسرع أنت ذكرت شي جدا جميل وجارك حمد يعني يشتغل ويدرس في نفس الوقت فأنا ممكن الآن أنت طرحت موضوع اللي لو أن الموضوع مفيد ما كانوا عطونا بعثة ولا عطونا خلنا نقول منحة دراسية مع التفرير أنت تشوف أن عملك ودراستك مفيدة أكثر؟ ليس سالفت مفيدة أكثر مثل ما قال أخوي حسن كل واحد وله وضعه وله تحدياته أنت اليوم بتدخل في زوق العمل عندك أشياء وأولويات أنت كشخص مسؤول تعديت من وضعه الثانوية اللي أنت كنت فيها مراهق الآن أنت دخلت في الحياة المجتمعية الفعلية أنك أنت تكون ريال مسؤول عندك بيت لك أولويات أنت تحددها فبالنسبة لي أنا كانت تحدياتي أني أنا أكون نفسي أعقب يوم أقدر أني أنا أتفرغ وعندي الإمكانية والوقت أني أنا أدخل وأحاول في نفس الوقت أنا شفت سوق العمل وشفت تحدياته يعني أنا بالنسبة لي أنا أنا دخلت كذا كذا وظيفة وشفت تحديات كل وظيفة لست في الوظيفة الفلانية خدت خبرتها طلعت من الوظيفة الثانية سرت يعني دخلت في أكثر من وظيفة فأنا مثل ما تقول أني خدت خبرة كافية بعد الوقت هذا أنا سرت في الدراسة لأني لي طموح ثاني وشفت سوق العمل نفسه سوق العمل اليوم يمكن بعض الناس اللي واجهت الدراسة من الوقت المبكر أنها اختارت تخصص تخصص معين ومشت عليه لكن بعد ما خلص من التخصص شاف أن التخصص مش كان مش نفس الوقت اللي هو كان مطلوب فيه في السنة اللي درس فيها فهذا يختلف فنفس الوقت أنت يوم أنك دخلت وسرت وخط ما اللي هو خلفية عن الدوام أنت هني طلعت طلع كامل على تحديات الحياة فشفت شو جوانبها شو سلبياتها شو جابياتها أنت هني اخترت مستقبل عرفت شو اللي لك وشو اللي عليك فتمشي مثل ما أنت تبقى أنت أرد حددت أولوياتك شو الخططة اللي أنت رأس منها على قدام واللي أنت تبقى تحققها على قدام ممكن أن تبقى تدخل فيه بزنس يعني خط خبرة كافية فنفس الوقت حاليا الشهادة مشكل شيء لكن هي إضافة لك ومن ناحية العلمية أنه خطت الخبرة الكافية طبعا ممكن الشهادة تكون يعني فيصل بأنها تدعمك أنا برجع للدكتور في هذا الموضوع الدكتور اللي احنا شفنا ممكن أرى متفاوتة في هذا الموضوع اللي هو العمل أثناء الدراسة الجامعية لكن الأهم هل أنا لازم أشتغل في نفس مجال دراستي على أساس أني أكتسب الخبرة العملية والأكاديمية مع بعض أو أني أدرس أو أشتغل في أي مجال من المجالات الأعمال على أساس أني أكتسب خلنا نتكلم ممكن عائد مادي وأيضا خبرة بناحية التعامل بين العلاقات المهارات اللي أنا ممكن أحتاجها في سوق العمل فأنا بعرف منك شو الفوايد وشو الأشياء اللي ممكن لازم الشخص يتوجه لها في حال اختار أنه يعمل ويدرس مع بعض ممتاز أخو يثامر أنت قلت كلمة جدا مهمة كلمة صغيرة أربع حروف الأهم شو الأهم اليوم فيه توجهات صريحة وواضحة وحتى يمكن سيدي صاحب سموه رئيس الدولة وجهها وجه فيها قال اليوم نحن نحتاج إلى التخصص الشخص المتخصص ارتباط سوق العمل بمجال الدراسة هذه واحد من أهم أسباب نجاح المجتمع لذلك مطلوب من شبابنا اليوم أنه يكون متخصص ما يدرس في وادي ويشتغل في وادي آخر صحيح ممكن أنه يحصل عمل وراح يقول لي نفسه هاي فرصة حلوة وانا لازم استغلها وما أفرط فيها صحيح ولكن لا بد أن أنت تتخصص ولا بد أنك أنت عساس تبدع وعلى أساس أن إنتاجيتك تكون بشكل أفضل وبالشكل المطلوب لا بد أنك تتخصص لذلك من المهم جدا أنه مثل ما تفضلوا الشباب أنك أنت كطالب تحدد وتتعب في تحديد مسارك المهني الدراسي مسبقا نعم إذا ما يناق شوي ينفكك يعني نشوف شو يعني دراسة و شو يعني عمل و شو يعني بنشوفها كلها هي عبارة عن مصطلح واحد اسمه تنمية نعم أنا اليوم أنمي نفسي من جوانب حياتي و مختلفة أنمي نفسي مهنيا أنمي نفسي عقليا اللي هي الدراسة أنمي نفسي ماليا اجتماعيا و غيرها كل هذه الأمور أنا لابد أنه كطالب أرسمها و أحددها و شوف أنا وين فيها الحين و شو أبا أستوي فيها و هذه بعد دايما نحن نسويها و قاد في دوراتنا نسويها و نسميها عجلة الحياة فهذه جدا مهمة جدا يعني توضح للطالب و توضح للشاب هو وين مساره و وين بيسير و كيف أنه يسخر الفرص الموجودة على أساس أنها هي تحقق أهدافه نعم في تقرير جميل يمكن طبع من فترة بسيطة إذا يبتل اسم مضبوط خمسين فكرة شبابية و كان من دبي للمستقبل مؤسسة دبي للمستقبل تقرير جميل صراحة أبا كل شاب و شاب يقرأ يعني يمكن يمس موضوعنا شوي اليوم بكرة و ثلاثة أفكار عملية فعلا يعني الفكرة الأولى اللي هي نقد أو نقدية الأفكار نعم أن أنت اليوم كشاب ممكن تستخدم أفكارك كعملة نقدية كثير ما تيب أفكار إبداعية أفكار جميلة يكون عندك رصيد مالي حقيقي يعني بمعنى أنك أنت تبيع أفكارك نعم والشباب ما شاء الله عندنا يعني يسخرون بفكر صافي وبفكر يعني متقدم ممكن يعني جيل عن جيل الفجوة تكبر في موضوع التفكير و موضوع الإبداع فلذلك هذه فكرة حلوة ممكن يستغلونها طلاب الجامعات حتى طلاب المدارس أيضا فيه يمكن مهندس إبراهيم ذكر التطوع نعم أيضا التطوع لما نحن في بالنا التطوع يكون يعني الكلمة المرافقة له مجاني صح ولا لا ليش ما يكون التطوع مقابل مادي ليش أنا اليوم لما أتطوع لجهة معينة أنا أوفر عليها عمالة أوفر عليها موارد بشرية طيب أنا الطالب الجامعي ممكن يكفيني مبلغ بسيط ما يكفي رب الأسرة مثلا فلذلك أنا ليش ما يكون عندي التطوع بمقابل مادي معين وأنا أتوقع في جهات بدأت يعني تستوعب هذا الأمر وتتجذب المتطوعين المتطوع هني بيحصل يعني عائد أو مردود مالي جيد يكفي على الأقل وبيحصل خبرة أيضا تسرع من عملية توظيفة أو تعيينة لأنه ممثل غير اللي ما اكتسب خبرة نعم أيضا في فكرة ثالثة واللي هي العكس المهني كيف يعني؟ كيف؟ يعني أني أنا أوظف الأعمار الصغيرة ليش؟ الأعمار الصغيرة هي طبعا أفكار أفكار شبابية الأعمار الصغيرة بيكون صاحبها جدا متحمس لأداء العمل خصوصا أني ممكن أعمال بسيطة أعمال إدارية بسيطة وغيرها بدل ما أنا أيب مثلا شخص عند شهادة عليا يطلب مثلا درجة وظيفية معينة راتب كبير نعم لا أنا ممكن أستثمر في هذه الشباب بحيث أن أعينهم بمبالغ بسيطة ولما يتقدم شوي في العمر يبدأ كون لنفس ثروة معينة استثمار أو غيرها رأس مال عقب ممكن يتفرغ للدراسة فهنا ضربنا عصورين في حجار فهي أفكار شبابية أفكار طلعت من عند الشباب نعم المطلوب والأهم مثل ما قلت أخي ثامر الأهم اليوم نحنا نحتاج من الشباب لا يكون يمين أو يسار أشتغل أو أدرس لا تختار لي ناصبك طلبك الفكرة التي تنجيك التي تناسبك نعم الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصحاب منها أصحاب يدخلون مداخيل وقدرها نعم وهم شباب صغار يجتهد بشكل معين ويتشجع أن يبدأ استثمار ممكن يبدأ صغير ممكن مثل العمال المنزلية حتى الأخوات هذا شيء جدا واضح لهم فاليوم الفرص الاستثمارية أنا أقول لا محدودة لا تحد بوظيفة ولا تحد بمثل ما تقول أني أحط بالنارين أو أدرس أو أشتغل وإذا درست وشتغلت أنا بتعب وبنضغط وبحترق وظيفية وغيرها لا أخلق لي نشتك نعم والحين مشاهدين بننتقل لتجربة مختلفة مرتبطة في موضوع حلقتنا اليوم من يمع الشباب وهو العمل أثناء الدراسة الجامعية خلونا نشوفها ونرجع لكم موسيقى 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 مرحبا موسيقى 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 يرتبط بالطالب الدارس بالمقام الأول كيف هل هذا الشخص ينظم حياته اليومية إذا كان هذا الشخص منظم حياته اليومية يقدر يخلص من دوامه بعد الدوام يصير حق الدراسة طبعا غير الأمور العائلية فلازم يكون الشخص منظم ودقيق في هذه المواضيع ينظم نومه ينظم أوقات عمله أوقات الخروج من العمل طبعا أنت متواجهك غير الدراسة أوقات الامتحانات كيف تقدر أن تتوفق بين الامتحانات وأمورك الثانية في العمل وغيره فأنا بالعكس الحمد لله قدرت أني أخوذ هذه التجربة والتحدي بنفس الوقت والحمد لله توفقت بهذا الموضوع نعم وطبعا أنت ذكرت موضوع كيف ينظم وقته وكيف يقدر ينسق مع الجامعة اليوم نحن نأخذ تجربة ومثال مع الجامعة كيف تقدر تنسق وأيضا شو الأشياء الداعمة للطالب الدارس والتمارين اللي ممكن أو التدريبات اللي يقدر يأخذها والتعليم اللي يقدر يأخذها والمرونة اللي يقدر يأخذها من قبل الجامعة نشوفها مع بعض تشط toda معي عافظ دكتور طارق اهلا وسهلا شرفتونا ونوارتونا الله يحفظكم يا رب اللي يخليك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم 나가سين ما الذي جمال هذا يعني بالعكس بيتكم وإحنا نسهلا بكم في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة نرحب بكم النهاردة ضيوف أعزاء شكرا لك شكرا لك ونتمنى لكم إن شاء الله وقت طيب في الجامعة وبهزيل بكل استفسارات بإذن الله طبعاً يمكن أنا أبدأ على طول في الأسئلة وماشاء الله تبارك الرحمن يعني المكان فيه ترحاب كبير لكن بحكم تجربتنا اليوم وموجود معاي علي أنه بنعرف منك شو الخطط اللي أنت تسوونها في برامج التدريب والتأهيل وأيضاً دعم الطلاب اللي يعملون ويدرسونه في نفس الوقت كيف تكونوا مرونة معاهم كيف تدعمونهم في مجال أنهم يقدرون يطورون نفسهم أكاديمياً وعلمياً ومهنياً ده سؤال عظيم طبعاً إحنا في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة عندنا مركز مختص لتدريب الطلبة اسمه مركز التدريب والتعليم المستمر فيه عندنا أكثر من نوع من البرامج التدريبية فيه برامج تدريبية أكاديمية للطلبة في البرامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم الميهني وفيه عندنا كمان برامج أخرى غير أكاديمية لتدريب الأفراد من المجتمع بحسب طبعاً إحتياجاتهم بالنسبة لتدريب الطلبة كل برنامج أكاديمي بكالوريوس داخل جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة لازم تطالب في السنة النهائية لازم يمر بمرحلة تدريبية بإنساميها ترينيج أو انتونشب ترينيج بيكون داخل المؤسسة التدريبية بيكون طبعاً في control setting الانتونشب أو برامج التدريب الخاريجي بتكون في مؤسسات العمل اللي موجودة في المجتمع بحيث أن احنا نعرض الطالب لتجربة عملية حقيقية داخل المجتمع واللي بيها يقدر يكتسب الخبرات اللازمة عشان مرحلة ما بعد التخرق طبعاً هنا الحين بحكم أننا وصلنا وترحيبك الجميل لكن لازم نروح على المراكز التدريبية بخلال جولتنا اليوم فتسمحنا نروح اليوم بتكون متراحكم أهلاً وسهلاً بيكم شرفتونا أي خاند والله يحفظكم متفردوا متفردوا فضاء الله علي السلام عليكم دكتورة يا أمين أهلاً يا مرحباً مرحباً أهلاك العافية يا أهلاك دكتورة نحن سعيدين بوجودنا في المحكمة التعليمية والمحاكاة الحقيقية للمحكمة وكيف ممكن أن يجري عمل الطلاب كل واحد يأخذ مهمة لكن بنعرف منك كيف تقومون بهذه البرامج التدريبية وكيف تفيد الموظف في المجال القانوني في المستقبل تدريب في كلية القانون ينقسم إلى قسمين تدريب خارقي من خلال المحكمة الاتحادية في الكبيرة وتدريب داخلي في المحكمة التعليمية في الكلية تدريب الداخلي في المحكمة التعليمية في الكلية يتناول مساقات عملية لها قانب الترافع ومتابعة إقراءات القضايا أمام المحاكم المختلفة وهذه القضايا طبعا هي قضايا مرتبطة إما بالجوانب المتنية أو بالجوانب الجنائية أو بالجوانب الأحوال الشخصية والأستاذ يعني يكلف الطلاب بخلال المحكمة التعليمية بتوزيع أدوارهم على القضايا المختلفة وهم يعني يباشروا كل هذه الأدوار في نطاق القضايا التي يكلفون بها دكتور أمين أنا عندي سؤال هل التدريبات الهدف منها العمل في مؤسسة كومس القانوني أو العمل في مكتب محامة الخاص التدريب شامل لكل طلاب كلية القانون وهو محصلة لدراسة النظرية وهذا التدريب يفيد الطالب سواء الذي كان له رغبة أنه يعمل في قطاع المحامة والذي في النيابة والذي في القضاة وله أهميته أيضا بالنسبة للطالب والذي هو موظف في إحدى القطاعات الحكومية ينمي معارفه وقدراته القانونية في دوره كمستشار في هذه القهة وأيضا يعني يكون له دور وهمية في أنه يكون له قدرة على صياغة العقود المظيفية والعقود الإدارية وغيرها من المسائل القانونية التي تحتاجها الإدارة التي يعمل فيها جميل طبعا نحن سعدنا بوجودنا معك دكتور أمين دهمش وأكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب ونحن بعد بناخذنا للجولة ونتعرف أكثر على هذا الجامعة مع بعضنا وزميلي علي ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله إياكم كل شكرا أرسوا سعيدا شرفنا بكم شكرا أرسوا سعيدا أهلا بكم أهلا وسهلا شرفتونا في كلية الهندسة أهلا بكم شرف وجودنا معكم وأيضا موجودنا في هذا المعمل المميز والطلاب مع شاء الله يجب أن يشتغلون يمكن أن أزعجناهم société لكن بناخذ من علمكم أهلا مجيو أهلا مجيو طبعا نحن موجودين اليوم في هذا المعمل المميز وصراحة يعني ممكن أنا يجيني أكثر من سؤال لكن ببدأ معات في السؤال اللي هو نحن نعرف أنه في مجارات مختلفة من الموظفين موجودين معاكم في الجامعة وفي برامج مختلفة أنتم تطرحونها كيف تقدرون تنسخون بين مرونة الساعات الدراسة وأيضاً تطبيق البرامج اللي تهم هؤلاء الموظفين أولاً أهلاً بيكم شرفنا بوجودكم معنا النهاردة الحقيقة إحنا هنا في الجامعة عندنا تجربة مميزة جداً لأن إحنا عندنا تفهم شديد لطبيعة الطالب اللي بيبقى عنده دوامات وبالتالي إحنا قمنا بمرونة شديدة جداً في موعد الفصول الدراسية والكلاسات بتاعتهم فهتلاقي حدثة كل الطالب عندنا قطاع كبير جروب كبير من الطالبة لديهم دوامات وعمل والحمد لله إحنا نجحنا في أن إحنا ننصق موعد كلاساتهم وفصولهم الدراسية بحيث تتناسب مع موعد العمل ولا يجدوا أي صعوبة في أن هم يحضروا الكلاسات بتاعتهم بشكل منتظم وأن العملية الدراسية تتم على أكمل وكيل حمد لله علي نحنا الحين تكلمنا عن بعض التخصصات لكن أنت كشخص دارس وأيضاً موظف هل تتوقع أن ممكن مجال الدراسة لازم يخدم مجال العمل ولا عادي أنك تكون في مجالات مختلفة وتنسق بينهم؟ أنا بالنسبة لي أؤيد وأدعم فكرة أن الطالب بعد ما يخلص مجال الدراسة يدعون في المكان الذي يتخص فيه يعني نفس التخصص الذي يتخص فيه نعم حتى لا ينسى التخصص الأقاديمي الذي درسه حتى يتم يمارس الشغل الذي هو درسه في الجامعة أنا من مؤيدي فكرة أنه يتم نفس التخصص يخدم المهنة والعامل طبعاً نحن سعيدين بوجودنا معاك الدكتورة أيبنا وأكيد هناك تخصصات كثيرة مدري أن نستطيع أن نرى أم لا لا طبعاً أهلاً بكم أنتم نورنا نهاردة في الجامعة بالعكس أنا أدعوكم أنتم تستعرضوا كل الأقسام وكل كليات وأهلاً بكم في أي وقت تشرفتوني والآن نذهب لأقسام الثانية علي شكراً لك يا دكتورة لا أشرفتوني أهلاً بكم أهلاً بكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سهلاً وسهلاً شرفتوني سعيدين بوجودنا عندكم أكيد نحن أسعد الله أتمنى دكتورة نحن اليوم موجودين ونشوف الطلاب ما شاء الله جاء سيتدربون على تخصص من التخصصات المهمة في المجتمع وطب الأسنان ونشوف ما شاء الله المعدات موجودة وسرّة وأمور يعني تقريباً تكون خلاص احترافية كأنه في الوظيفة خبرين عن التدريب هذا وانعكاس على الطلاب الحقيقة الطلبة عندنا في كلية طب الأسنان بيتم تدريبهم أثناء الدراسة سواء هم في طلبة سنة ربعة أو خمسة وحتى بعد التخرج في فترة الامتياز بيبقى ليهم فترة تدريب وعندنا كمان برامج تانية زي التدريب المهني لأطباء المساعدين أطباء الأسنان الفكرة كلها أن هم بيعملوا جزء مهم من خدمة المجتمع من علاج ومن راحة للمرضى وكمان أثناء دراستهم بيعملوا أبحاث من الحالات اللي قريدي بيشوفوها وبيواجهوها من حالات طبية كثيرة فده بيعمل كذا خدمة دراسية بحسية خدمة مجتمع فالطب الأسنان الحمد لله بقى ليه آياد بيضاء كثيرة غير اللي الناس تهرفها صراحة يعني أنا شدني موضوع أن المدرسين والأشخاص الأكاديميين موجودين في الكلية هم المشرفين على التدريب في الكلية لكن أنا ممكن أتجهلك على موضوع التدريب هذا بشكل كبير نحن نعرف أن هناك مهن حساسة مثل الطب الهندسة طب الأسنان كلهم تحتاج تدريب دقيق ويحتاج أن يتدرب بشكل مكثف شو الفائدة اللي بتشوفها أنت كشخص أن هذه التدريبات تنفعهم البعدين قبل الوظيفة بالعكس أنا شوف أن هذا التدريب أثناء الدراسة يختصر لهم الوقت ويكسبهم خبرات أكثر حتى بعد التخرج من الجامعة نعم وطبعاً نحن سعيدين صراحة بتواجدنا معاكم وننقوم بهذه التجربة في الجامعة وشكراً لك دكتورة أسماء يوسف على تواجدت معنا وأكيد شكراً لك علي الظهوري على التواجد في هذه التجربة بالعكس أنا شرفتونا شكراً لك شكراً لك جمعاتنا في برنامج جمعة شباب وأكيد هذه تجربتنا اليوم عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم رجعنا لكم مشاهدين ومشاهدين برنامج جمعة شباب بعد هذه التجربة المختلفة اللي قمنا فيها في برنامجكم وبنكمل أيضاً نقاشنا مع ضيوفنا مميزين في هذا البرنامج الشبابي الحواري اللي يطرح الكثير من النقاشات المهمة لشباب الإمارات اشتركوا في القناة حياكم الله ومشاهدين من بعد هذا الفاصل وما زلنا مكملين معاكم فقرات برنامجكم يمعة شباب وهذا الحوار الشيق حول موضوعنا اليوم الدراسة أثناء العمل والعمل أثناء الدراسة الجامعية طبعاً أكيد أرحب بظيفتنا اللي انضمت إلينا الدكتورة موزة بن خادم المنصوري استاذة أكاديمية في كليات التقنية العلية حياة شاء الله معنا حياكم الله تشرف وجودي بياكم الشرف لنا طالع أمرتش وطبعاً أكيد نحن تكلمنا مع الشباب عن موضوع جداً مهم بالنسبة لهم وهو العمل أثناء الدراسة الجامعية وفي له إجابات كثيرة وله إجابيات وسلبيات لكن نبقى نعرف من وجهتنا درج كإنسانة تعمل في المجال الأكاديمي وفي الدراسة هل تشوفين أن هذا الاختيار بأنك تعمل مع الدراسة يفيد الطالب أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم لو بدأنا بالحديث نبوي الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكأن الحديث الشريف جمع بين العلم والعمل فلا خير في علم لا ينقله الإنسان إلى الآخرين العمل عبادة كما نعرف جميعاً درجة السلم التعليمي في دولة الإمارات أن الطالب ينهي دراسته على الأقل الثانوية ثم بعد ذلك انرغبه في الدخول في مجال العمل بعد إنهاء الثانوية العامة طبعاً نحن نفضل نفضل أن ينتقل الطالب إلى المرحلة الجامعية ويبدأ في تهيئة نفسه بالعلم والمعارف والمهارات والقدرات التي توفره له المؤسسات التعليمية كافة في الدولة بعد أن يجتاز كل هذه الدراسة الجامعية قد تصل إلى أربع أو خمس سنوات يعني حسب التخصصات ولكن بعض الشباب يعني يرى أنه يعني يريد أن يقوض غمار العمل قبل أو متزامناً مع الدراسة الجامعية نتحدث عن الدراسة الجامعية وهي الحصول على الليسانس أو البكالوريا نتكلم عنها موضوع الدراسات العليا وهي المجسير والدكتوراه هذا موضوع آخر ويحتاج أيضاً إلى يعني وقفة أخرى الآن الطالب الجامعي وأنا كأستاذة أجد عدد كبير جداً من الطلبة فعلاً يدرسون ويعملون في ذات الوقت نعم طبعاً أنا أبا عرف منك قبل أن تقل السؤال الثاني رأيك الشخصي في موضوع الدراسة والعمل أنا أقول إذا لم تكن إذا لم تكن مضطراً لذلك فأنا أفضل أن تتفرق للدراسة الجامعية وأن تدخل في هذا المجتمع وتكتسب منه مهارات ومعارف وكما ذكر بنا هنا أن الدراسة في الجامعة ليست معلومات فقط هي بناء علاقات هي معلومات هي مهارات هي معارف والآن خاصة كليات التقنية تؤمن دائماً بالعلم التطبيقي فدائماً تجد لدينا برامج عملية أن نخرج بالطالب من جدران الكلية إلى مجالات العمل المختلفة ليجرب ويرى ويعمل فهناك برامج كثيرة ستفتح له إضافة إلى من اقترب من إنهاء دراسته هناك شركات كثيرة تأتي إلينا وتطرح ما هي الفرص الوظيفية التي نوفرها لطلبة كليات التقنية في مسارات تعليمية أيضاً نسميها الدبلوم يعني الطالب يمكن أن يدرس لمدة عامين كاملين ولدي شهادة تؤهل للعمل للدخول في سوق العمل إن رغب في ذلك نعم طبعاً دكتورة أنت تطرقت موضوع جداً مهم وأنا لازم أذكره فيه اتفاقيات كثيرة تصير بين الجامعات والمؤسسات والجهات الحكومية وهو الخاصة بتحضير الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل وهذا يخليهم يعني مثل ما تقولين جاهزين ويعزز فرصهم بعد الدراسة فهل هذه البرامج اللي تكلمتي عنها والشراكات اللي تصير تكون مفيدة أكثر من أن يدخل في سوق العمل بشكل كامل؟ تؤهل نحن نقول الممارسة شيء آخر وأن أهل الطالب يعني لا يدخل في سوق العمل وهو كما نقول غير مستعد له كأن مثلاً طيار تعطيه طائرة وتقول له اقلع بها لا أنا أخذه في برنامج تدريبي للطيران بعد ذلك يستطيع فالطالب بالتدريج مع هذه البرامج ممكن خلال فترة الصيف أيضاً قد يعمل لفترة الصيف في مكان معين يتناسب مع تخصصه كل هذه العوامل يمكن أن تؤهله فعلاً لسوق العمل نعم وكثير من طلبتنا حقيقة تدربوا في مكان وعملوا فيه بعد ذلك ما شاء الله نعم طبعاً دكتورة أنا بعد كلامك رائع أنا أتجه لزميلة البرنامج علي علي طبعاً نحن تكلمنا من وجهات نظر مختلفة وأنت إنسان أكاديمي وتشوف كيف في مبادرات كثيرة من الدولة بتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل وأنه كيف فيه توجه لأنه يكون متخصص أمور مختلفة التطوع أيضاً جاس يزيد من خبرات هؤلاء الطلاب هل من الممكن أن يكون فيه ضرر من أن شخص يتجه للعمل ويأثر على تحصيله الأكاديمي؟ شوف أخ فامر هو بداية الموضوع على المستوى الشخصي يجب أن ينبع من الذات كل شخص هو يعرف مثل ما قال أخوي حسن شو هدفه المستقبلي وجود الهدف المستقبلي هو ضمان المستقبل بشكل عام كامل لذلك أنا في بعض الأحيان هناك من يقول فيه تحديات كلمة التحديات هاي يجب أن نضعها بيقوسين ما هي التحديات؟ لازم أن نفرد هذا المعنى شو ما التحديات؟ هل الدولة اليوم ما وفرت السبل؟ هل المسارات العمية موجودة؟ الأمور المادية الاجتماعية؟ اليوم كلمة التحديات أصبحت بالنسبة معناها الحقيق ضعيف جدا كل الممكنات بحد ذات موجودة في دولة الإمارات لذلك ما أتوقع أنه فيه تحديات كثيرة لأنه اليوم الأحد الأشخاص ما يمزج بين الموضوعين لأن الموضوعين أصلاً فيه معرفة مهنية وأكاديوية ما تطرنت سابقاً وقلت لكن الدكتورة أسلفت أيضاً في موضوع أن الواحد يركز على المادة العلمية هالتي قاعدت علمها وأنا مع هذا التوجه بالعكس لأن الشيء هذي سيعطيك القدرة الكاملة أنك تتعمق في علوم كثيرة أنا مع ما أبدأ أنك اليوم موادد تدرس فقط لا بالعكس تدرس وتكون علاقات وتكلم بها أيضاً حتى الدراسة الشاملة التي تدرسها في سواء على مستوى الجامعة ودراسة العليا يجب أن يكون لها نتائج لا تقف على موضوع عمل أو درجة وظيفية أو موضوع معين نحن بالعكس نتمنى أن نكون في دولة الإمارات وهذا قاعد نشوفه الحمد لله في دولتنا أن يكون الشخص عنده مهارات من خلال الدراسة التي يدرسها يجب أن المعرفة هذه يوظفها في شيء معين في منتج في اختراع معين يجب أن يتعمق الشخص هذا أتوقع أنه التركيز الكل على موضوع الدراسة بعيداً لعمل شيء مهم والأهم أيضاً المساهمة العملية اليوم نحن من هذا المنبر نحيي أي مسؤول أو مدير أو مؤسسة تدعم الشخص المقبل على التعلم لأن هذا جزء من التحدي أيضاً أن اليوم المؤسسة توفر لك الإمكانية نحن نقول واقعيين مشكلة المؤسسات تسمح لك لأن ظروف العمل يمكن لا تسمح لك مشكلة المدراء يسمح لك أنك اليوم كموظف يكمل دراسة لأن في بعض الأحيان ثامر الشخص يصل لمرحلة في العمل حتى يجب أن يدرس مثلاً دراسة الماجستين أخرى ليكتشف موضوع معين لأن دراسة الماجستين والدكتوراه هي بحث علمي على الموضوع معين للتطوير لذلك هذا الجانب أيضاً يجب أن يكون مهم لكثير من الأشخاص ولو تسمح لي بس أضيف هو إشارة تحديات أنا بردف معها فرص هناك فرص وهناك تحديات فالتوازن بين الاثنين فأنت كطالب أنا لدي فرص ولا شكل لدي تحديات من الذكاء جداً أن أقتنس الفرص وأستطيع أقول أن أواجه هذه التحديات إذا كنت قادراً فعلاً أن أجمع بين العلم والعمل بين الدراسة والعمل فهذا شيء جميل وممتاز ومثل ما ذكر مؤسسات يعني عندنا مثلاً في حكومة الشارقة يصرح للطالب الموظف أن يخرج قبل نهاية بساعتين يعني يعطى مرونة حتى في ساعات العمل يعني بعيداً أن يكون إذا كان المدير متفهم أو لا الحكومة قانون موجود نعم حتى الدكتورة نظيفة حتى على المستوى الاتحادي أيضاً هناك يوجد ثلاث ساعات دراسية توفر حق الموظف وأيضاً من غير ذلك له الموضوع الانتحارات أتوقع أن هناك إجازة تكون الطالبة مثلاً عندنا في كليات تقنية هناك في كلاسات تكون مسائية فالطالب المرتبط بدوام في الصباح يستطيع أن يأخذ كلاسات مسائية وبالتالي خرج من الوظيفة وانتقل إلى فهناك فعلاً دعم طبعاً أنت ذكرت هذه المعلومة وممكن أنا أستخدمها لإبراهيم لأن إبراهيم قال الدولة تعطينا منح وتفرغنا للدراسة أيضاً بالدولة تعطينا فرص أن نعمل وندرس فهذا مقابل هذا يعني ما شيء الدولة معطيه الفرصة للكل شو اللي يخلي إبراهيم يختار أنه لا أنا ما بأ بروح بس أكون طالب ليش ما أنك بعد تتجه تجاه الدولة في دعم الطلاب اللي يأخذون ثلاث ساعات تسريح اللي يأخذون دعم من قبل مدراءهم سواء حتى لو كان المدير مش متفهم في قانون يلزمه أن يعطي فرصة لهذا الطالب أن يتعلم ويفيد الدولة أنا ذكرت في البداية نقطة اللي هو أنك إذا كنت تعمل وتدرس صعب جداً أنهم يكونون في نفس المجال لأنك أنت تدرس عشان تنتقل إلى منصب معين ترتقي إلى درجة علمية معينة فالعمل أثناء الدراسة بيكون خلفية الثانوية العامة يعني خلفية الثانوية العامة ليست تخصصية والتخصص هو وايد مهم الدعم موجود في قائدتنا الرشيدة ليست مقصرة في ولا شيء اليوم الدراسة هي من وجهة نظري مرحلة اكتشاف الذات عندك أنت تبني شخصيتك وتكتشف ذاتك اليوم المعلومة اللي أنا بأخذها من الدكتور ما بأخذها بس بالمعنى الحرفي أو اللفظي لا بأخذها بالمعنى خليها يعني أوضحها التسلسلي كيف أنا طلعت بهذه المعلومة خاصة نحن عندنا بالهندسة نشتغل على أكثر من معادلات في تسلسل هذا التسلسل اللي نحن ناخده في الهندسة هذا ليس بس يقتصر على الهندسة حتى على الصعيد الشخصي على الحياة اللي نحن نخوضها وهي رحلة اكتشاف للذات رحلة بناء علاقات الفرص موجودة الفرص مبشر تكون وظيفة الفرصة قد تكون يمكن أنه فرصة تطوعية في مكان فرصة أنك أنت تبرز وجودك في مكان أحياناً فرص التطوع موجودة بكثرة وأكثر من الوظائف لماذا؟ أنت يوم تكون متطوع أنت مخصص وقت معين وتجرب دعني أقول مهنة معينة كأنك أنت تمارس مهنة معينة ومن خلال هذه التجربة أنت تقدر تشوف عمرك هل هذه المهنة تناسبك؟ اليوم أنت في مرحلتك الجامعية إذا كنت قائد من تطوعين كدعم لوجستي هذا تطوع تشوف أنت تنمي مهارتك كقائد وأيضاً تقيس عليها هل أنت شخص مناسب أنك أنت تقود إدارة تقود منظومة بالإضافة إلى أن الفرص التطوعية التي كنا نشهدها التمثيل على أنك أنت تكون ممثل لمسرحية معينة أو أيضاً لجهة خلنا نقول أو أنك تكون عريف حفل هذا الفرص وين موجودة؟ أثناء فترة الجامعة أكثر من ما بعد الجامعة خلنا نقول فأنا استثمرت نفسي في هذه الفرص واكتشفت ذاتي أنه وين إبراهيم يقدر يكون اليوم أكثر جميل طبعاً ممكن بعد موضوع أنه يمكن بعض التخصصات يكون فيه صعوبة في إيجاد مكان أنك تتدرب فيه أو خلنا نتكلم تتوظّف فيه بحكم أنه محدود الفرص يعني لكن يعني كل واحد ممكن عنده شيء اللي يناسبه أنا ما كتفيت من آراءكم ومن الكلام معاكم لذلك رسلنا بعد كاميرا البرنامج عشان يشوفون الناس في الشارع شو رايهم في موضوع حلقتنا اليوم وهو العمل أثناء الدراسة بنشوف شو رايهم وشو قالوا ونرجع نكمل نقاشهم مع بعض هل هي مش بالضرورة يعني بس إذا وجد مش لأ يعني مش غلط يعني بالعكس الواحد تسيب خبرات بتطور من حاله ممكن يعني خلال العمل من راتب الشخصي يغطي مصرير في الجامع يعني فلا أنا يعني مع العمل أثناء الدراسة يعني العمل أثناء الدراسة ممكن يؤدي لتراكمات فوق الطالب مهما كان إذا طالب مدرسة أو طالب جامعي بتحديدي إنه ما في داعي إنك تشتغل وعليك دراسة بيكفي بغطات الدراسة عليك وبدك تركز إنته على نقطة واحدة عشان ما ما تضيع يعني حياتنا أنا أشوف موضوع الشغل والدراسة الشيء جميل لكن في فترات بعدين شوي على الشغل أركز في دراستك يعني الشيء مثلا أوقات الامتحانات ابعد عن الشغل خذ إجازة خذ أي شيء خبر المدير فهمهم وضعك عندك امتحانات لأن الدراسة ترى شيء وايد مهم فأنا أشوف إن الدراسة شيء جميل والعمل شيء جميل لكن حاول تفصل بين الدراسة والعمل أنا واجه مشكلة صح إن أتعب أو أواجه مشاكل إن الدراسة شوي تكون صعبة فالشغل ما رو مدرس ويقع عندي شغل لكن تعطيني انضباط، تعطيني باور أن ألحق، تضبط أمورك، رتب أمورك، رتب مواعدك طبعاً أكيد شفنا هذا التقرير البسيط اللي عدوها فريقة عامل برنامج جمعة شباب برجع لإجتكتورة في موضوع جداً مهم يعني نعرف أن في بعض التخصصات ممكن ما تقدر تحصل عمل على طول لأن أنت لازم تتعلم وتتشرب كل المادة الأكاديمية على أساس أنك ممكن تشتغل فيها لكن في أعمال أخرى عادي تدخل فيها وشهادات أخرى ممكن تدخل في مجال العمل أثناء الدراسة ممكن هذه المجالات تكون مهم أنك تعمل على أساس أنك تطبق المادة العلمية اللي تعلمتها في وظيفتك وتكون شخص أكثر خبرة بعد التخرج وما أضيع عليك فرصة يعني أنت قلت الفرص والتحديات أنا أشوف حتى التحديات هي فرص لتعلم فكيف نحن نقدر نعرف أن هذا التخصص عادي أني أشتغل وأدرس في آن واحد ويكون مفيد لي أنا بعد التخرج بيني وبينك في طلبة عندي كانوا في كليات تقنية يعملون ويدرسون في ذات الوقت نعم المستوى الدراسي لهم يعني أنا لا أستطيع أن أجزم لأنه لا يوجد دراسة تقول أن العمل أثر على مستواهم الدراسي بل بالعكس أحيانا العمل يكون دافع أكبر للنجاح يعني هو الآن يجد له مكان معين في العمل ويريد أن يصل إليه ترقية مثلا يريد أن يكون رئيس قسم وهذا لن يتحصل إلا إذا حصل على الشهادة الجامعية فبالتالي يبذل جهد في الوصول إلى كما نقول مستوى أكاديمي جي بي مرتفع فيبذل جهد في الجهتي وهناك فئة أخرى حقيقة يعني تتحجج نقول بالعمل في أنه كثرة الغياب كثرة التأخير تأخير في تسليم الواجبات والإسامنتات لماذا؟ لأنني كان عندي عمل كان عندي شغل كان كذا يجون سيدكتورة اسمحيني أنا ما أقدر أسلم أنا عندي دوام بهذه الطريقة هو لازم يسلم يعني ما أسلم يعني صفر لكن يعني أخريلة شوي بيني وبينك يعني لكن في أحيانا في البلاك بورد في ديد لاين مثل ما يقال أو وقت معين لازم يسلم فيه فمثل ما أشاروا الشباب أيضا أن هذا راجع للشخص نفسه قدراته هل أنت فعلا قادر على أن تجد فرص وتحديات في العمل وفرص وتحديات في الدراسة؟ لا بأس بالعكس نحن نشد على يديكم مساعدكم والدولة تقف معكم وكلما زاد طبعا عدد الخريجين والتخصصات المختلفة هذا يعتبر مؤشر في الموارد البشرية على مستوى العالم في دولة الإمارات أخوي ثامر بس عفوا ممكن أن أداخل مع الدكتورة خل راحتك مثل ما تفضلت دكتورة أني أوظف خبرات العمل في الجانب الأكاديمي أعطيك واقع عن تجربة عشتها أنا شخصيا تخصص فيه ثلاثة تخصصات البكاليريوس كان في الاتصال الجماهيري للعلاقات العامة وظفته في قسم الاتصال والإعلام واللهم لك الحمد اللي تعلمته أو اللي كنت طبقه في العمل وظفته أثناء الدراسة والعكس صحيح والمرحلة اللي بعدها انتقلت إلى الإدارة التنفيذية الماجستير كان فيه في الإدارة العامة كنت أعمل في المجال الاستراتيجي وكانت أغلب الأمور اللي في الوظيفة تم دراسة هاوين في مرحلة الماجستير هذا الشي ساعدني أني أتميز في الدراسة وأحصل على الدرجات عالية وما توقفت عند هذه المرحلة بالعكس يعني بيئة العمل ساعدني أنا أكمل دراستي لأننا بعد ما ننسى التوجهات الحكومية بحكومتنا الرشيدة الله يطول بعمارهم الشيوخنا في توجهات بالذات في هذه السنة 2024 الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمار رئيس الدولة أكد على أن التعلم رهان التقدم ولا ننسى أن من قريب تم إطلاق أو اعتماد الثامن والعشرين من فبراير من كل عام هو يوم المعلم اليوم التعليم في الإمارات بداية التعليم فهذه مثل ما تقولين تجارب ونماذج حية لما تفضلت فيه دكتورة موزة نعم بارك الله فيك وهذا كله يعني يشير إلى أن شباب الإمارات شباب متميز يمكن يختلف عن أي بيئة أخرى لأن البيئة في الإمارات محفزة نعم محفزة على كل الجوانب يعني ما تستطيع أنت كشاب أو شابة إماراتية أو حتى رجل أو امرأة في أي عمر أن تقف ساكن مكتوف اليدين وكل هذا المجتمع يموج بالعلم والعمل والدراسة والمشاريع وما شاء الله كل يوم أعداد مهولة من حملة الماجستير وحملة الدكتوراه في كل التخصصات لا يمكن إلا أن تكون يعني عضو فاعل وتدخل في هذا المجال ويكون لك دور في بناء وطن نعم طبعاً أنتو ذكرتوا كثير أمور مميزة وعندي أنا تجربتين في مجال العمل أثناء الدراسة حمد حالياً أنت تعيش هذه الفترة كيف تشوف تعاون جهتك اللي تعمل فيها وأيضاً تعاون المؤسسة التعليمية اللي أنت جالس تدرس فيها هل هم جاسين يدعمون حمد بالتطور عملياً وأكاديمياً ولا من الممكن فيه تحديات دعنا نكون واقعيين وصريحين في هذا الموضوع صحيح أحب أشكر في البداية أحب أشكر مديري في نفس الوقت أحب أشكر الإدارة الأكاديمية بما منهم هم الدكاترة اللي يجرفون علي بكل صراحة يعني وكل عيادية يعني هم في نفس الوقت يشوفوا من الشخص اللي قدامنا هل هو عنده الشغف والطموح أنه هو يكمل يأخذ التحديات هاي ويحولهم فرص في نفس الوقت يعني إذا ما قصروا معاك في العمل وما قصروا معاك من ناحية الأكاديمية أنت تقدر تأدي وتقدر الثابر يعني تزهد قد ما تقدر أنك أنت تصير على الهدف اللي أنت مخلنه مثل ما قال أخوي حسن قال يعني من الأشياء الحلوة أنك أنت تداوم يمكن أنك أنت من خبرة الدوام هاي وخبرة الحياة أنت تقدر تكون يجتهد أكثر في الناحية الدراسية أنك أنت بدلا ما تكون أنك أنت خطت الشيء هذا وسمعته وتعلمته أنت عشته ومثل ما قال أخوي حسن أنه عاش الشيء هذا وطبقه وأقب تعلمه من ناحية الأكاديمية نعم فهذا يعطيك دافع أكثر أنك أنت تسير وأحب أن نوه أن كل تحدي اليوم أنت تقدر تحوله كفرصة وفي نفس الشي نفس الوقت نحن نقول التحديات اليوم تخليك أنك أنت راسم طريقك وراسم الهدف الذي أنت سائر عليك تخليك أنت تسير أكثر وتتابر أكثر في النهاية أنك يوم بتوصل أنت لك فرحة ثانية وطعم ثانية والناجحين بشكل عام خضوا تحديات وحولوها لفرص وهذا وقت الفرص نعم صحيح وطبعا أكيد نحن الفرصة الأجملة أن تلاقينا معاكم في البرنامج وسمعنا منكم هذه الأراءة وطبعا أكيد نقاشنا مستمر بشكل أكبر لكن أكيد لازم نشكر ضيفتنا الدكتورة موزهة بن خادم المنصوري يعني كنت صراحة إضافة جميلة للبرنامج بأرائك وصراحة استماعت واستفت من أرائك وكلها تجارب حية حقيقة وبالنسبة للمجلسة والدكتورة يعني وايد أنا شفت شباب مثلا لاحظ في عمله مشكلة معينة فحولها إلى بحث وتخرج منه نفس الوقت خذ رسالة المجلسة والدكتورة وبالمقابل فاد عمله أنه أوجد حلول للمشكلة اللي كانت عندهم مثلا جميل جداً وطبعاً أكيد أنتم جالسين توجدون حلول لشباب الإمارات اللي تابع برنامج جماعة شباب كل شكر لك دكتورة موزه على تواجدة معانا أكيد مكملين معاكم مشاهدينا ولكن بعيداً عن الأراءة الشخصية بنروح لدراسات عالمية راح تكون في الفيصل في موضوعنا اليوم اللي هو العمل أثناء الدراسة الجامعية خلونا نشوف شو تقول الدراسات العلمية اللي اختارها لنا فريق الإعداد حول موضوعنا اليوم لعمل أثناء الدراسة الجامعية في دراسة أجرتها جمعية علم النفس الأمريكية ما بين عامي 2018 و 2022 أكدت أن الطلاب الذين يعملون لساعات طويلة يعانون من مستويات أعلى من التوتر والقلاق مقارنة بالطلاب غير العاملين والدراسة أشارت إلى أن القدرة على تحقيق توازن بين العمل والدراسة والحياة الاجتماعية تعد عاملاً حاسباً في تحقيق النجاح الأكاديمي والنفسي أجريت دراسة من قبل جامعة زايد في عام 2018 لتقييم تأثير العمل بدوام جزئي على طلاب الجامعات في الإمارات وجدت الدراسة أن العمل أثناء الدراسة يشكل تحدياتنا للطلاب فيما يتعلق بإدارة الوقت ولكنه يساهم في تنمية المهارات المهنية والتواصلية الدراسة أكدت أن العمل بدوام جزئي ساعد الطلاب على تحسين استقلاليتهم المالية وزيادة الوعي بسوق العمل تنولت دراسة أجرتها جامعة الشارقة في عام 2022 العلاقة بين العمل الجزئي والآداء الأكاديمي للطلاب في الجامعات الإماراتية وخلصت إلى أن العمل لساعات معتدلة لا يؤثر سلباً على الأداء الأكاديمي بشكل كبير بل قد يحسن من قدرة الطلاب على إدارة الوقت والتخطيط ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أن العمل لساعات طويلة قد يؤدي إلى تراجعنا في الأداء الأكاديمية وزيادة مستويات التوتر طبعاً شفنا هذه الدراسة المرتبطة بموضوعنا اليوم حول العمل أثناء الدراسة الجامعية وبنشوف آراءكم حول هذه الدراسات التي لخصها لنا فريق عمل البرنامج طبعاً في دراسة أجرتها جامعة زايد عام 2018 لتقييم تأثير العمل بدوام جزئي على طلاب الجامعات ووجدت الدراسة أن العمل أثناء الدراسة يشكل تحديات للطلاب فيما يتعلق بإدارة الوقت ولكن يساهم بتنمية المهارات كما أكدت أن الدراسة في عمل بدوام جزئي يساعد على تحسين استقلالية الطلاب وزيادة الوعي في سوق العمل أنا أشوف أن هذا ممكن يناسب أن يزيد الوعي أيضاً يزيد الاستقلالية المادية هل ترون أن صدك أنت عشت هذه التجربة وساعدتك في استقلالية المادية أيضاً زاد وعيتك في السوق العمل؟ أكيد أول شيء أنا لما في شيء مهم بعد الدكتورة موزة طرقتها اللي هو المعدل اليوم في نوعين من الطلاب الجامعيين اللي بعدها ما دخل الجامعة نتكلم عن شهادة البكالوريوس نحن ويقول لك أنا ما بدرس أنا بشتغل لأ أنت فكر في المستقبل اليوم إذا أنت توظفت بشهادة الثانوية الراتب بيكون غير بيكفيك اليوم لكن ما بيكفيك بعد سبع عشر سنين هذه نقطة مهمة النقطة الثانية للطالب اللي بدأ العمل رتب جدولك خلي السفينة بحر تشوف أنت معدل كم أنا لما اضطرتني الظروف ولجأتني أنا أعمل بدوام جزئي أصلاً معدلي كان مرتفع نعم ونزل معدلي بس كان يصير الدروب في البوينت فأنا بعدني محافظة لو معدلي ما كان مرتفع أصلاً أنا كنت بفكر ألف مرة أكثر من ما أنا فكرت فأنا لما دخلت سوق العمل نعم هالشي نمى مهاراتي وايد إدارة الوقت كانت ضيجة فترة ومرت لكن أنا أول ما تخرجت حصلت وظيفة بعد أقل من شهر كميل عكس زميلاتي اللي كانوا في تخصصات يعني أنا كنت أخصص على المجتمع وفي تخصصات ثانية كان أقول لي ما بتحصلين وظيفة يعني سوق العمل مبمحتاج لا أنا يمكن لأني في المقابلة كنت غير يمكن عداقاتي وحصلت وظيفة وأول شيء قالوا لي ها أنت يعني معدل طيب وأنت كنت أصلاً تدامين وتشتغلين في نفس الوقت فأنت أصلاً عندك خبرة نعم فأنا يعني كأننا نحن في سباق وأنا عديت وائد ناس وأعذر ببالله من كلمة أنا يعني بس أن لكل مجتهد نصيب الحمد لله اللي بيجتهد بيقدر يدير وقته وبيحافظ على المعدل وبيكتسب المهارات اللي لازم يكتسبها نعم طبعاً ممكن أن جهة التوظيف شافت المعدل أنه جيد وعنده خبرات فمن الممكن ما يدورون على طالب متفوق يدورون على متقدم للوظيفة يكون قادر على إدارة الوقت والضغوطات طبعاً في دراسة أخرى أجرتها جمعية علم النفس الأمريكية بين عام 2018 و 2022 أكدت أن الطلاب الذين يعملون لساعات طويلة يعانون من مستويات أعلى من التوتر والقلق مقارنة بالطلاب غير العاملين وأشارت الدراسة إلى أن القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والدراسة والحياة الاجتماعية تعتبر عملاً حاسماً في تحقيق النجاح الأكاديمي والناسي طبعاً أكيد بروح لإبراهيم في هذا الموضوع لأنه تخدمت فكرتك أن لا في شيء مزعج في العمل والدراسة شو رأيك في هذه الدراسة؟ فعلاً أنا قلت رأيني أنا ضد العمل ولا ما أفضل لأن أول شيء إذا تقرر أنك أنت تعمل أثناء دراستك يجب أن تحدد أي جهة تعليمية أي جامعة تدخل أي كلية هذا الشهادة التي من أي كلية أو أي جامعة تفرق فرق كبير في سوق العمل اليوم لكن هل هذه الجامعة تناسب أو لا؟ بعض الجامعات تتعاون معاك بعض الكليات تعطيك دراسات مسائية لكن الجامعات المرموقة معروف عنها أن لها وقت محدد وسنين معينة هذا يجب أن نضعه في الاعتبار الأثنين أنك إذا كنت معدلك عالي جداً في الباكالوريوس بعد أن تتوظف جهة العمل تعتك تفريق تام أنك تكمل دراسات العليا هذا من المعايير أنك تكمل مع التفريق أن يكون معدلك عالي وطبعاً المعدل العالي ما بي من إلا من خلال جد واجتهاد وتركيز وتكون البيئة مناسبة أنك أنت تحصل هذا المعدل أنا اليوم خلال مسيحتي في جامعة الإمارات سويت تقريباً كل كورس عندنا نقوم بمقابلات وهمية مقابلات شكلية تعطيك انطباء عن كيفية المقابلة اليوم والتي هي دراسة السيرة الذاتية التي بأقوى الشركات كانت شركة أدنك تينا ومعروفة شركة أدنك كيف قوية في الجامعة كل كورس تيك تقعد معاك يقابلونك مسؤولين في الموارد البشرية وأيضاً مهندسين وناس لهم علاقة في التخصص ويعطونك أفكار ويخبرونك شو أنت تطور من نفسك بالإضافة إلى أن كان عندنا نوع من نواع التدريب في الصيفي المدفوع أن الجهة أو الشركة الفلانية طرحها برنامج تدريبي لمدة شهرين أو شهر بمبلغ رمزي منها تحصل شهادة منها تعيش أنت التجربة هذه فإذا كنت أنت تعمل أورودي في مجال وتدرس في مجال ثاني صعب أنك أنت تقدر تحضر كل هذه الأشياء فقط الحضور للمقابلة الشكلية هذه أنت لازم تشوف لها وقت ولازم أنك أنت تشوف لها تكون جاهز حق هذه المقابلة مجهز قبلها بيوم يعني وصعب أنك توازن بين العمل و النعم مصر على رأيك برا هو يشوف أن الموظف لا يكون فاضي لأخذ هذه الفرص فعلا نعم طبعاً أكيد مشاهدينا حلقتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل قصة ملهمة ستعلمنا الكثير عن الإصرار والنجاح بإذن الله والوصول للأهداف بشكل جميل خلوكم معنا ونشوف القصة بعد الفاصل يا مرحبا بكم من يديد مشاهدينا وما زلنا مكملين هذا الحوار الشيق من حلقتنا اليوم وموضوعنا عن العمل أثناء الدراسة الجامعية ببرنامجكم يا معة شباب وهذه اللمة الشبابية المميزة طبعاً دائماً نحن حريصين كل الحرص أن نستعرض من خلال هذا البرنامج مختلف الآراء حول أهم القضايا والموضوعات المحلية واليوم ضيفنا هو من قطع الوقت ليس الوقت من قطع فقد سابق الزمن واستطاع أن يحقق الكثير في وقت قياسي بنتعرف على تفاصيل هذه الرحلة والقصة المميزة في جمع الشباب مع الأستاذ الحمد راشد الظاهري حياك الله الله حييك يبقيك يا مرحبا بك طبعاً نحن سعيدين بوجود شاب إماراتي بخاطة تجربة مميزة بأنه يقدر يجمع تجربة مميزة ممكن يشاركها مع الشباب طبعاً أنا أعرف منك بداية قصتك وكيف قدرت تبني نفسك وشوف التنظيم تنظم يومك هو الأساس جميل هو هذا البداية تحط لك لكل جانب من جوانب حياتك هدف وتمشي على هذا الأساس نعم وتوازن بين كل الأمور بالوقت المناسب له نعم طبعاً أنت ما شاء الله عليك يعني أنت موظف بجهة حكومية وتدرس في الجامعة وأيضاً عندك مشروعك الخاص كيف قدرت يعني ممكن الشباب مضايقين موضوع أنه أنا أشتغل وأدرس أنت تشتغل وتدرس وعندك بزنز فهذا الموضوع بزيادة يعني يمكن إبراهيم يزعل كثير لا لا أخي إبراهيم ما شاء الله سمعنا أعطونا حديثة ووجهة نظر بالنسبة له هذه بس أنا وجهة نظري إذا الشخص نظم يومه أعطاه كل شي من جوانب الحياة الوقت المناسب له بيقدر أنه يوازن بين كل الأمور لازم نفهم ونركز أنه الشخص دوامة هو مصدر دخل يكون يبني حياته فيها واحد البزنس والتجارة مصدر دخل إضافي نعم أشبت تأسس نفسك والتأليم هذا الواجب وأساس لكل شخص أشبت أنه يوصل على ما هو يبقى لازم يتعلم نعم وفي الأخير لازم الواحد يسوي موازنة بين الحياة العملية والعلمية نعم وينظم الشيء هذا طبعا أنت ذكرت موضوع الذي هو أن الوظيفة تكسبك المال وتدعمك في الحياة لكن هل أنت دخلت الوظيفة عشان الخبرة ولا عشان تدعمك مادية؟ شوف في الأخير لازم يكون واضحين كلنا الوظيفة من زين هي اللي تنظم لك أصلاً حياتك كاملة مش بس تنظم تاخذ منها الخبرة نعم الإنسان اليوم لو تشوفه بدون وظيفة بتشوف يومه معفوس كامل على بعضه نعم هي اللي تنظم لك متى تقوم متى تلقض تبنيلك علاقات تبنيلك خبرة وفي الآخر هذا كسب مادي أنك أنت تمشي وتحقق أحداثك فيها يعني أنا الآن أعجبني منك أن أنت بالنسبة لك أخذتها كاكتساب للخبرة وتنظيم للحياة واكتساب للمادة بالضبط نعم بس أنا الآن ممكن أتجه لشيء ثاني أنت الآن تدرس صحيح؟ نعم وممكن أغلبية الشباب اللي معك تخرجوا وشو اللي خلاك تتأخر في الدراسة هل الوظيفة شغلتك ولا الوظيفة شغلتك ولا كنت تشوف نفسك أن لا خلينا أركز في أشياء ثانية شوف هو كل شخص لاحظ ظروفة نعم فحمد بالدع في أن يعتمد على نفسه أول شيء بوظيفة ولها هداف لازم يسويها نعم مشاريع هذه نعم وهي خطوة خطوة بعدما كونت نفسي رجعت للدراسة وهذا الشيء واجب لازم من الواحد إذا لم ينتهي البداية يومي الوقت المناسب لازم يكمل فيه نعم طبعا أنت ذكرت الآن أنك تدرس نعم وتخصصك علاقات عامة نعم هل أنت اخترت هذا التخصص عشان يخدمك في شغلك أم لأن خبراتك في شغلك تأثر على دراستك الأكاديمية بالضبط أنا اخترت هذا التخصص لأنه هو التخصص الذي رأيته يخدمني في المكان نعم جهة العمل التي أعمل فيها تطلب هذا التخصص جميل والبزنس الذي أعمل فيه أفضل ويطور مهاراتي في البزنس الذي أعمل فيه نعم طبعا نحن بعد ذكرنا موضوع المبادرات التي تقوم فيها دولة الإمارات هل أنت ترى أن ممكن وظيفتك يعني ما تأثر على دراستك ومشروعك الخاص الذي أنت تقوم فيه لا يوجد تأثير يعني ممكن الدراسة والعمل هناك أشياء تدعمها لكن بعد البزنس الخاص سيكون عندك كثير أمور يجب أن تنسقها شوف يا أخوي شوف هو مثل ما قلت بالسابق التنظيم الوقت هو الأساس إذا نظمت وقتك كامل بتقدر أنك توازن بين كل الأمور فله السبب أنا شو سويت أنا عندي ثلاث أشياء نزيل عمل بزنس دراسة نعم أنا أسبب ما أنقص من معدلي في الجامعة وأكون تركيزي عالي في الجامعة بدل أن أخلص هنا في أربع سنوات أنا أدرس على حسابي الخاص بدرت على خمس سنوات على ست سنوات بس أهم شيء أني أكسب المادة العلمية بشكل كامل نعم فأخصص لي يوميا في الأسبوع للجامعة كحضور للجامعة نزيل نعم وباقي الوقت أكون تركيزي بعد في دوامي وتركيزي في البزنس ونفس الوقت يوميا في الجامعة أكوني أركز فيها تركيز كامل نعم طبعا أنت ذكرت يعني استراتيجية جميلة جدا يمكن كثير من الناس يقول لك أنا إذا كنت أشتغل وأدرس المعدل المهم أن يكون فوق ثلاث وخلاص أنا أموري طيبة لكن أنت الآن جاس تسعى أيضا للتفوق في الجامعة بالضبط فهل تقدر تسويها يعني لأننا رأينا هند يمكن قالت أنه يأثر على المعدل حسنا أنا سمعت الأخدسة هند وهي تتكلم ونشكرها كل الشكر شوف إذا أنا ما سنقولها بالعامية خلط كل شيء على بعضها لا أستطيع نعم ولكن إذا نظمت يومي من بدايته إلى نهايته وأسبوعي كامل من بدايته إلى نهايته بالعكس ألتزم فيه ولي كل مجتهد النصي نعم طبعا تبارك الرحمن أنا لاحظت أنك أنت تجمع كل شيء وهذا الشيء صعد نلقاه في شباب ممكن يقولك ضغط نفسي ضغط وقت تنظيم هل الأشياء هذه أنت أكيد حسيتها أن أنت مضغوط أكيد ما وصلت لمرحلة يوم الأيام لازم تخلى عن شيء منهم شوف الضغوطات أنت يالس شوف نحن نقول أنا تكلم عني كحمد نشوف الضغوطات هذي موجودة في عندي أو كل شاب مشتهد لازم أن يحصل هالضغوطات دوام بزنس الدراسة أضغط بس إذا خليت هذا الشيء كله الدائرة كاملة جزء من يومك أول شيء بتخفف منك اثنين لازم أن الواحد يعيش التحدي لأنه تحدي كبير ويتحدى نفسه قبل لا يتحدى الآخرين رقم ثلاثة عدم الاستسلام جميل طبعا أنا بالنسبة لي أشوف أن ما شاء الله تبارك الرحمن إدارة الوقت عنده جدا جميلة لكن علي على حسب تشوفها عند قصتنا المميزة هل تنسيق بين الثلاثة هذه ممكن يكون مناسب أو تشوفها إرحاق للإنسان والله شوفها أنا سبق وذكرت في نقاش سابق عن موضوع الدراسة والعمل والاستفادة من العمل وضربت مثل في برنامج نافس التي طلحت تدوى التمارات نعم المفروض الذي يدرس ويعمل ويدخل برنامج نافس لكل هدف معين على سبيل المثال توظف هذا الشخص في أحد المحلات التجارية نعم وهذا الشخص فيه دراسة معينة فيه في التسويق مثلا نعم لازم يعرف خلفيات والأدوات اللي يعمل فيها في المؤسسة نفسها عشان يوظف علمه ودراسته ويستفيد سبق وذكرنا الشيء هذا نعم من الأخ حمد المفروض يكون عنده المفهوم هذا الدراسة مع الوقت في الوظيفة مع المشروع التجاري الخاص به يتطور بما يكون فيه علاقة تامة متكاملة مع هذا المشروع اللي شغال فيه على نفسه نعم كمية الاستفادة يجب أن تكون ضروري جدا عشان أنك تلوقت في اليوم ما يظهر عنك على الفضاء حتى لو قلت لك كان فيه عندك وقت منظم رؤية لكن هدف مش واضح توقع أنه هذا راح يكون مضيع على الوقت يعني هو مستفيد من وقته في اليوم بشكل كامل طبيعي إذا كان كل الأشياء مترابطة مع نفسك نعم طبعا أنا ممكن يخطر على بالي سؤال أنه هو الآن عنده ثلاث أشياء يسويها في يومه وكل واحد منهم يحتاج جهد وبروح لحسن في هذا الموضوع حسن يداوم ويدرس راح للماجستير يداوم ويدرس وللدكتوراه يداوم ويدرس فوقته دائما فيه أشياء تشغله وقت ما يخلص كل هذا هل هو بيستفيد من عدم الضغط هذا بأنه يكون شخص قادر على بناء أشياء ثانية أو يبدأ يكون يحس بالفراغ ويحس بالملل أنه يومه فاضي والله أستاذ نامر الوقت نعمة نعم ولازم نستغل هذه النعمة أفضل استغلال وفي الأخير بعد نحن كذلك محاسبين على وقتنا أنا صراحة من جهة نظر الشخصية أي شخص يتكلم عن الوقت ويطعن في الوقت ويقول أن الحياة مملة أنا هذا على الأطول أتجنب هالشخص الحياة كلها فرص وكل شيء في المتناول إذا أنت اليوم ما درست متى بتيلك الفرصة الحياة أصلا كلها بمجملها أننا نحن نزرع للآخرة فأنت الآن لازم تستغل وقتك لإستغلال الأمثل وأنا أرفع القبة على أخوي حمد على الإنجازات التي يالسي إنجزها وأتمنى لك التوفيق والنجاح وراح تكون نموذج يحتذا به في الشباب الإماراتي تكونك وظفت بين الوظيفة والبزنس العمل الخاص والدراسة يعني صراحة يعني يعتبر شخصية يحتذا بها على مستوى فئة الشباب فلاحد يوقف عن طموح معين ولاحد يستسلم في وقت معين ولاحد يوقف يعني مثل ما تقول مستسلم ومكتف اليدين لا بالعكس نحن في دولة اللامستحيل دولة اللامستحيل إذا الدولة لا ستعطيك وتدعمك فما بالك أنت على المستوى الشخصي بتوقف وبتستسلم لا بالعكس أنا لازم أشوف هاي المعطيات وأكون أنا سبب من الأسباب اللي أدعم فيها رؤية حكومة الإمارات وأنني أساعد في التنافسية العالمية لما توصل الإمارات للمراكز الأولى ما بيقولون أن الإمارات بروحها وصلت في قيادتها لا في شعب في موظفين في طربة في رواد أعمال كنا نعمل ضمن فريق عمل واحد نعم فأنا أعتبر نفسي ضمن هذا الفريق هاي إجابة مختصرة للسؤال الذي تفضل فيه في طامر أنت عندك هدف وعندك رسالة تبيت حقيقة من خلال عملك وهو أنك أنت ترتفع باسم بلادك بالضبط في المؤشرات العالمية برجع لك حمد يعني بحكم أنك تبارك الرحمن يعني حلو التنوع اللي أنت فيه لكن خلنا نكون واقعيين وصريحين بكرة واحد من عيالك وصل المرحلة الجامعية قال لك لا يا أبوي أنا أبي أداوم وأبي أدرس بفتح المشروع الخاص هل أنت بتقول لي أوكي روح ولا بتقول لي لا لا تضغط نفسك تبع إجابة صريحة أنا معاه أنا يسويهم معاه إذا كان يقدر يوازن بالأثنين نعم نعم يعني أنت بالنسبة لك تشوف أن أيضا عيالك تورثهم هالطموح أي شخص يقدر يوازن بين الشيئين ويعطيه الحق الكامل نعم يتوكع الله جميل جدا طبعا أكيد كل شكر لك حمد راشد الظاهري على تواجدك معنا فخورين فيك وأيضا فخورين بكل الشباب اللي موجودين معانا اليوم كل واحد منهم لها قصة نجاح مختلفة في مجاله في العمل ولا الدراسة وأكيد مشاهدين مستمرين في نقاش حلقتنا اليوم عن برنامجنا أو موضوع برنامجنا اليوم العمل أثناء الدراسة الجامعية وفي هذا الإطار قام فريق عمل برنامج أيام مع الشباب بتحضير تحقيق خاص تحت عنوان العمل أثناء الدراسة فرصة للتطوير الذات أم عب قد يؤثر على المستقبل الأكاديمي خلونا نشوف على التحقيق ونجح لكم مع تسارع الحياة وتزايد تحديات الاقتصادية أصبح العمل أثناء الدراسة الجامعية واقعا يعيشه العديد من الطلاب بين الحلم بتحقيق الطموحات الأكاديمية والحاجة لتأمين مصدر دخل يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة يقف هؤلاء الشباب في نقطة مفصلية بين الدراسة والعمل أنا صار لتقريباً الآن ثلاثة شهور أدام كمحصلة تيون وإذا بتسألني كيف أنا أوازن بين الدراسة والعمل أنا أكون إنسان نظامية جداً طبعاً في البداية الموضوع كان جداً صعب بالنسبة لي بس مع الأيام قدرت أتعود وطبعاً الشيء اللي يساعدني أكثر شيء هو مديري بالعمل كان إنسان جداً مرن وكان وايد يشجعني على دراستي فهالشيء كان وايد يساعدني أني أنا أكون ملتزمة بدراستي وعملي تحديات اللي واجهتها يعني أكثر شيء كان هو الخوف صراحة أني أنا ما أقدر أكفي وأوفي حقوق دراستي ولا حق العمل أني أكون مقصرة بشكل عام الزين والشيء الثاني اللي هو التوتر والإجهاد كان عاطي نفسي فكرة أني أنا شنو ما أقدر أدرس ولا أقدر أشتغل لأنه بيكون ضغط علي بس الحمد لله يعني مع التشجيع العاطفي من أهلي وتنظيم الوقت قدرت يعني أني أوازمهم بينهم الاثنين في واحد أشياء أولهم هو تحسين سيرتي الذاتية وثانيهم تطوير مهاراتي الاجتماعية العملية والاستقلال المادي بعد وأكبر من دائرة معارفي لأنها الشيء راح يتيح لي فرص أكبر مستقبلا لأنه عندي خبرة في سوق العمل زاد الثقتي بنفسي وزيادة فوق ما أنه زاد الثقتي بنفسي صارت عندي دراية أكبر في اتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة أقدر أدير وقتي بشكل يناصبني وحد أشياء يعني اللي هو أنا مثلا أنه أقدر أتعامل مع المشاكل وأقدر أتعامل مع ضغوطات العمل وأقدر أحل مشاكل الناس الإنسان المجتهد اللي يطور من نفسه يحسن من نفسه ويقدر يوازمهم بين دراسة مع عمل أليش لا الشيوات بيساعدهم مستقبلا أفكر نعم أني أنا أتم بظيفتي الحالية وأطور من نفسي زيادة بس هم بعد يعني أني أنا أشتغل بمجال تخصصي صراحة أنصحهم أنهم يشتغلون أنصحهم لأن الشيء وايد راح يساعدهم وراح يفتح عيونهم على أشياء هم ما كونوا ملاحظينها لكن كيف يؤثر هذا التوازن بين الدراسة والعمل على حياة الطالب وهل يساهم في بناء شخصيته ومهاراته أم يشكل عبءا إضافيا نحن لازم نحط أولويات يعني هل الأولوية الدراسة أو الأولوية العمل في بعض الطلاب العمل يعتبر عنده مثلا إضافة دخل يعتبر عنده إضافة خبرة يعتبر عنده إضافة علاقات مثلا فهذا الشخص لا هذا الشخص الدراسة عند رقم واحد في نوع ثاني لا العمل يعتبر حاجة يعني هو ما يقدر يدرس إذا ما كان يعمل ويدخل فالأولوية هنا للعمل الآن صارت فلازم يعرف الطالب شو هي الأولوية اللي عنده على أساس يقدر رتب نفسه لكن في كل الحالات لازم يوازن بين الأثنين ففي تحريات كثيرة يعني مثلا تأثير العمل على الدراسة بعض الأعمال فيها أشغال كثيرة فيها مواعيد مثلا صعبة فيها متطلبات كثيرة أو وقت طويل هذه تأثيرها سلبي على الدراسة لكن بعض الأعمال اللي هي ما لها علاقة أو ما تأثر كثير على الدراسة أوقاتها محدودة ثابتة ينتهي مهام العمل تنتهي مع انتهاء وقت العمل هذه تأثيراتها قليلة على الدراسة تأثيرات سلبية أنا أقصد لكن من الأمور أيضا أن بعض الأعمال ما لها علاقة بالتخصص الدراسي فيصبح الطالب عنده هم مين؟ هم الدراسة وهم العمل لكن لما يكون العمل مرتبط بنفس التخصص بيسهل على الطالب أصلا الدراسة بيسهل ألي العمل نفس الوقت الأصل أنهم يستشيرون قبل اختيار العمل يعني إحنا لازم نبحث في الطالب لازم يبحث في المجالات اللي هو تتوافق مع دراسته فيستشير مثلا دكتور الجامعة اللي يدرسها أو يستشير مرشدين أكاديميين مثلا وفي نفس الوقت يتأكد من جهة العمل شو هي المهام اللي بتكون في العمل ويقارنها بينها وبين التخصص اللي هو يعمل فيه فإذا كانت مقاربة للتخصص أحنا ما بنحصل عمل مئة بالمئة منطابق للتخصص لكن بنحصل بعض الأجزاء اللي هي مفيدة في التخصص هذا بيسهل عليه كثير العمل ويسهل عليه كثير الدراسة فهذا الأصل أنه يصير حتى ما يصير تعارضات بين الطرفين في وظائف عامة يعني مثلا الوظائف الإدارة نفسها أن مثلا الشخص يكون منسق يكون علاقات عامة يكون مدرب مثلا يكون مثلا فهذه مجالات عامة ممكن تنفع في أي تخصص في أي مجال هو يكيفها ليش؟ لأن أنت في العمل في المستقبل بيكون الطالب عنده جزئين عنده متطلب عام يعني لازم يكون عنده علاقات جيدة مع الآخرين لازم يكون عنده ذكاء عاطفي مثلا في التعامل مع الآخرين لازم يكون عنده تعامل مع الوظيفة نفسها وصفات اللي هي الصبر صفات الاتقان المثابرة هاي أمور عامة أصلا هاي موجودة في أي وظيفة فممكن أنت تصل في أي وظيفة وتتناسب مع التخصص فهذه أشياء عامة إذا ما حصل مجال أو وظيفة مناسبة للتخصص نفسه بالذات فهو يبحث عن الوظيفة اللي فيها خبرات عامة تنفعها أيضا في مجال عمله بعد الدراسة تجربة العمل أثناء الدراسة ليست مجرد وسيلة لتوفير المال فحسب بل هي فرصة لتطوير المهارات الحياتية التي تساعد الطلاب على التأقلم مع سوق العمل بعد التخرج في النهاية يبقى القرار بيد الطالب فإما أن يكون العمل أثناء الدراسة فرصة لتعزيز الخبرة العملية وتطوير ذات أو عبءا قد يثق الكاهلة ويؤثر على مستقبله الأكاديمية طبعاً أثناء الدراسة هل هناك شيء يجبر للإنسان الذي هو الموضوع أنه هناك بعض الضغط المادي بسبب أنه ممكن أعباء مادية في العائلة خليني أشتغل وأدعم نفسي أكيد بصراحة يعني هو للإنسان العاقل هذا هو السبب الأساسي الذي يجعلك أنت تضغط نفسك وتخوض هذه التجربة نعم غير شيء الإنسان يفكر أنه يركز في دراسته ويرتاح ويبحث المعدل ويدخل سوق العمل وهو نعم طبعاً أنا من الناس التي أضعطت في ويه ظرف يعني لدرجة أني أنا إذا لم اعتمت على نفسي ومادياً هناك احتمال كبير أني أنا لا أكمل دراستي وهذا الشيء اللي كان نقدر نقول الوقود البترول اللي حرقني عشان أتحرك قلت أنا هند اليوم إذا ما فكرت في حل سريع والحين لازم يستوي ما بكمل دراستي وإذا وقفت الاحتمال أني أرجع أدرس الشغف بيضعف الحماس هذا وإنا كان باقيني تقريباً سنتين فحرام فعلى طول يعني استخارت ودورت وكان تحدي صراحة أني أنا حصل دوام جزئي وكان فيه بعض الظروف الأخرى لكن الحمد لله حاولت 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 وليم ما حصلت الدوام الجزئي المناسب اللي أنا حتى الحمد لله الله وفقني بمسؤول طيب يعني مع أنه كان أجنبي لكن كان فيه تفاهم جميل جداً أني أنا حتى لو أتأخر ساعة أنا هاي الساعة بيلس بعدين في الليل أنا أتحمل المسؤولية الكاملة بس خلني على راحتي أنا بداوم أربع ساعات خمس ساعات المطلوبة مني بس إذا حصل لي ظرف أنا بتحمل هاي المسؤولية وبيلس زيادة أنا ما عندي مشكلة فكان فيه ثقة الثقة جداً جميلة في بناء العلاقات حتى مع الدكاترة اتأخرت الصبح أنا أسفة ما أتعذر بس الدكتورة أنت تعرفين أنا أوكي يعني حدو من الإنسان حتى يشرح ظروفه صحيح بشكل مختصر يعني حلو أن يكون فيه نحن نقول التواصل بين الناس يخلي الأمور جداً واضحة يلتمثون لك ألف عدر دائماً الشخصية الجميلة والمناسبة والتي يرونها مجتهدة حتى بعض الأحيان يسمحونك على التكسير لأن يرونك مجتهد صح فهذا الشيء بعد ممكن يكون جميل أنك أنت تظهر الشخصية التي تدرس وتشتغل لأنها عندها ظروف أروح لك حمد في هذا الموضوع طبعاً هل يعتبر العمل أثناء الدراسة فرصة لتطوير المهارات الحياتية وتساعد الطالب على التأقلم مع سوق العمل بعد التخرج أنا أرى أن الدراسة في وقت العمل أم لا يعني أنت تعطي الشيء وقته في نفس الوقت أنت ترتب الشيء قبل لا تبدأ وتعطي كل شيء عولويته في نفس الوقت كل تحدي يدخل عليك في حياتك الناجح والذي يقدر ويستمر يجعل التحدي هذا وقود له أنه هو الذي يمشي على قدامه هو الذي يعطيه الفرصة هو الذي يعطيه الحماس هو الذي يجعله ينجز في الشيء الذي يفعله مثل ما شفنا أخونا حمد يعني ما شاء الله مثال يقتدى فيه ويراوي كيف أنا قسمت الوقت وكيف أنا حليت المعظلة اللي أنا عندي نعم في نفس الوقت أنجز من ناحية العلمية ومن ناحية من ناحية الحياة ويسوى دخل يديد عليه فهذا يعطاه يعني أنت بنفسك لو تسأل أي ناجح شو الأسباب اللي خلتك أنت ناجح بيقول لك أنا مريت فيه ظروف وتحديات لكن الظروف والتحديات ما استسلمت عليها ما وقفت ما استسلمت وخلاص أني أنا اليوم ما بقدر أدي لأني عندي ظروفي الثانية لكن الواحد يعطي الظرف حقه ولا يكبر من المشكلة يعطي كل المشكلة حجمها لا تخلي المشكلة تكبر مع الوقت وانت تصارعها عطي كل مشكلة حجمها وامشي وحاول تحلها بدلا أنت تفكر شو هاي المشكلة حاول كيف تحلها فهذا الشي يعطيك اجتمرارية وانجاز وكل يعني يصب في صالحك أكيد طبعا طبعا أنت ذكرت موضوع الوقود ولاحظت أنه الوقود الذي حفزكم كل واحد له وقوده الخاص ولكن كلكم تحفزته عند إبراهيم عند الوقود الخاص فيه حمد عند الوقود الخاص فيه كل واحد له هدف ولكن كلكم لكم تجربتكم التي يمكن تخدم فيها المشاهدة صحيح مشاهدينا نحن مكملين هذه الحلقة المميز ببرنامجكم يمعد شباب ولكن بعد فاصل بسيط لا تنسون تشاركونا آراءكم وتكتبونا عن موضوعنا لليوم عبر هاشتاق البرنامج على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشاشة تلفزيون الفجيرة جاء لكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة يا مرحبا بكم من يديد وأكيد وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجنا برنامج جمعة شباب وأكيد في خلاصة هذا الموضوع بنروح لفقرة جدا مميزة أنا أحبها والكل في برنامج جمعة شباب جربها حبها طبعا بنشوف رأي ضيوفنا ولكن من ناحية مختلفة في فقرة نستخدم فيها ذكاء الاصطناعي اللي ترجمت أفكار ضيوفنا إلى صور رح نغوص في معالمها ونعرف تفسيرها من كل واحد من الضيوف جاهزين لفقرة الذكاء الاصطناعي جاهزين يلا AI يلا AI طبعا المشاهدين كلنا متحمسين ودائما ما أنا أكون متحمس لهذه الفقرة اللي تعتبرون من الفقرات اللي فيها خيال كثير بعيدا عن الشرح اللي ممكن يطول الصورة ممكن تغنينا كثير عن بعض التفاصيل اللي بضيع لكن بشرح لكم بشكل مبسط ضيوفنا فكرة هذه الفقرة الفكرة كل واحد منكم عنده تابلت هالة تابلت تشرحوا له فكرتكم عن موضوع حلقتنا اليوم وهو العمل أثناء الدراسة الجامعية من بعدها الذكاء الاصطناعي رح يولد صورة تعبر عن فكرتكم حسب فهم الذكاء الاصطناعي ونعرضها على الشاشة من ثم كل شخص يقول هاي صورتي زملاء يفسرونها وفي النهاية هو يفسر الصورة وصلتكم الفكرة فهمت الموضوع خذوا التابلت واكتبوا أفكاركم اللي تبعونها تطلع في الشاشة جميل بعد ما جزوا زملائنا وضيوفنا اللي موجودين معانا بنشوف الصورة الأولى اللي بتطلع معانا من نصيب منه هاي الصورة صورة من منكم صورة من منكم هاي صورتي أنا صورتك لازم أتذكر صورتك لا لا أنا نسيت حسنت أنه الموضوع لغزارة جميل بنروح لحسن حسن شفت صورة حمد نعم شو فهمت من صورة حمد أشوف الصورة أن حمد إنسان متعاون لأبعد الحدود نعم ويؤمن بنتائج ومخرجات فريق العمل ولديها صفة القيادة ولديه استشراف للمستقبل من خلال الصورة التي تم إنتاجها في خلال أي آج جميل علي شو فهمت من صورة حمد شو فكرة أتوقع أنه شخص جو مكتسب مهارات علمية ومعرفية وقاعد ينقلها على فريق العمل الخاص فيه جميل هنشوف فهمتي من الصورة أتوقع شخص جمع بين مهارات الأكاديمية ومهارات العمل في مخاطبة الجمهور جميل أبراهيم شو فهمت من صورة حمد اللوحة كانت متنوعة فيها آيكونات متنوعة خلنا نقول وحمد كان واقف وعند مجموعة من الناس فهذا يدل على أنه صاحب فكرة صاحب تجربة ينقل هذه الفكرة والمضمون اللي كان ينقله اللي هي عدة مجالات مش مركز على مجال واحد فهذا يدل على أنه حمد إنسان عنده خبرة في أكثر من المجال وإنسان يحب ينقل تجاربه إلى الناس جميل حمد شفنا الزملائك اللي موجدين معنا في يمعة شباب يفسروا صورتك ولكن انت شوف فكرك اللي الذكاء الاصطناعي يفسر بهذه الطريقة وشو كتمتله الأغلب حسيت أن يا بالجملة اللي أنا كنت محطنه حق الذكاء الاصطناعي حل فنفس الوقت أنا اليوم يعني الجملة اللي حطيتها كيف أنا أوصل ولا أنقل التحديات اللي أنا عندي واللي أنا اكتسبتها من التحديات واللي خليتها خبرة وفرص لي كيف أنقلها وأخليها قصص ناجحة لغيري اللي يتعلم منها وإذا تلاحظ عطانا عطانا الذكاء الاصطناعي نفسه عطانا خريطة الإمارات ولا اسم الإمارات واللي هي تحتبر الإمارات لدالة المستحيل جميل جدا طبعا الحين فسرنا صورة حمد بنشوف الصورة الثانية اللي معانا واشو صورة من منكم هاي الصورة كتاب ولابتوب صورة من راح للبتوب راح للبتوب علي زوهري جميل شفنا صورة علي زوهري هند شو تفسرين صورة علي والله هذا إنسان ما شاء الله شغول أنا عندي اللابتوب دايما أنا عندي اللابتوب دايما يدل أن هالإنسان تدبس في الشغل 24 ساعة نعم لأنه يشتغل وين ما كان نعم فيمكن الفكرة تكون بما أنه كان مع الفكرة فيمكن تنظيم الوقت للدراسة والعمل بما أن الموارد موجودة متاحة نعم راح يمشو فهمت من صورة علي زوهري من صورة علي زوهري شفت أنه قاعد في الدوام والطاولة تقريبا شبه مرتبة فمش مركز في ولا شيء غير الدوام أثناء العمل خلنا نقول فهو إنسان منظم وقته إنسان موازن بين دراسته ودراسته مش متداخلة معاه في ضغط العمل هذا اللي شفت من الصورة جميل محمد شو فهمت من الصورة؟ اللي شفت صراحة مع أخوي علي شفت أن إنسان منظم أول شيء محدد أوقاته في نفس الوقت يكتسب العلم وساعي وعنده هدافه في علمية وفي نفس الوقت يحب يدخل ويكون غايص في الأشياء العلمية جميل حسن شو فهمت من صورة؟ أنا أختصر صورة زميلي علي أنه هو يوازن بين العمل خلال صورة اللابتوب يؤدي مهامها الوظيفية على أكمل وجه بالإضافة لأنه اهتمام الثاني وباله مع الدراسة في الكتاب اللي كان شايل لنا يعني يوازن يوازن بين الطرفين بين الدراسة وبين العمل واللي هو محور حديثنا اليوم جميل علي هل اليوم توفق الذكاء الاصطناعي معك؟ ترجم متفكارك؟ توفق طبعاً الإخوان والاخت هند شرح معنا الصورة طبعاً متقارب والأقرب لا أخوي حسن نعم ذكرت الآية أن رحلة التعلم ومزجها مع العمل هي رحلة واحدة تخدم هدف واحد إذا كانت عندك رؤية جميل جداً طبعاً شفنا صورتها لي وفسرتها معنا بشوفوا الصورة القادمة لمن ومنكم هاي الصورة هذا يشبهني يشبهك؟ يعني صورتك؟ يعني صورتي جميل شفنا الصورة صورة حسن علي بما أننا قال حسن يشبهه شو تشوف في هذا الصورة؟ أتوقع أن حسن ممكن يقصد أنه الشغف الدراسة والشغف العمل يعني صار جاذب للأشخاص آخرين ذلك أتوقع الفكرة ناجحة جميل جداً يعني تشوف أنه حسن صار يجذب الناس للدراسة والعمل نعم جميل هند شو شفتي؟ أقدر أشوف نوعاً ما تعلم جماعي فيها كتب فيها موارد للتعليم فالأقرب لأنه يكون تعلم جماعي جميل إبراهيم شوف أهمت من صورة شفت في الصورة كان فيه شخصين ماسكين كتاب والأستاذ حسن كان في المقدمة في معناته أنه هو القائد اللي مصدر إلهام وهو داعم أساسي للناس اللي حوله وفي نفس الوقت ماسك الكتاب وحوله كتابين معناته إنسان منظم وراسم بالمكان اللي هو سير له ويعرف وين يبدأ من أي كتاب وينتهي في أي كتاب جميل جداً حمد أنا شوف أخوي حسن ما شاء الله عليه يعني اللي بان في الصورة عندي أنه رجل قيادي أكاديمي يطمح أنه يكون عنده هرم كبير من ناحية العلمية ويتطور أكثر وأكثر نلاحظ أنه قدامه اللابتوب فنفس الوقت منغمس فيه أكثر عن كتاب ومدورات حوله فهذا يعطيك أنه سير على قدامه ومخليه هدفه اللي هو إن شاء الله الدكتوراه بإذن الله الكريم طبعاً أنا شفت أن حتى إبراهيم قال أنه صار يوصف الذكار الصناع أنه أنت ملابح ويهي يعني تبين الإجابات كلها شو؟ صحيحة ما شاء الله كل شخص يعني أختار كلمة صحيحة من الجملة اللي تم كتابتها قبل الخروج بهاي الصورة نعم ففعلاً كل شي قلته صح وعلى سبيل المثال أن أنا مع شخص ثاني قبل أسبوع بالضبط أنا شوف في شخص عندي زميل عمل كل الأمكانيات أنه يكمل دراسته وأصغر مني سنن أقول لي يا فلاني يعني شو المشكلة أنك تكمل دراستك؟ أنا أشوف فيك المؤهلات أنك تدرس أنت إزاك الله خير في الوظيفة نكمل أدائك على أكمل وجه بس ناك صنك شي واحد ليش ما تدرس؟ هذا الأسبوع فاجأني ويراويني الجدول الدراسة ما شاء الله قال لي يا بشرك ببدأ الدراسة قلت له كيف وهذا اللي أبوا منك؟ فالذكار الاصطناعي ترجم فكرتك بشكل صحيح بضبط صحيح جميل بنشوف الصورة القادمة أيضاً منه من المشتركين اللي يكون صاحب الصورة شفنا هاي صورة صورة واحد هذا عكسي أنا هذا عكسي قريب من صورة علي هذه قريب من صورة منه منكم؟ لا هذه صورتي أنا جميل لكن عكس إبراهيمي خلنا بنشوف تفسيراتهم بعدين نفسر يمكن ما عرفت عطب لكاء الاصطناعي لتفسير الصح حمد شو فهمت من صورة إبراهيم؟ اللي فهمت يا طويل عمر إنسان محب للشغل محب للتطبيق الأشياء الأكاديمية في حياة الواقعية يحاول يقدمه يقدر اللي يتعلمه يطبقه ويشوف شو نتائجه جميل حسن شو فهمت من صورة إبراهيم؟ إبراهيم اهتم في صحته كثير إذا كانت صحته ممتازة رح يؤدي بشكل جيد وبالتالي يحقق مستهدفاته ونجاحه وتميزه جميل علي أتوقع شخصيته اللي هي فيها روح الطالب العكسة على الصورة لذلك أنا أشوف بعض الأشياء مثل السكرات وغيرها توحي إن شخص قاعد مستمرني يتعلم وقاعد يؤدي بعدين جميل هنشوف همت من صورة إبراهيم؟ مع كلام أخوي علي بالنسبة للستيكي نوتس إن إنسان ما شاء الله يحب يدون ومهتم بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة في الدراسة والكوفي عشان يتم مركز وهذا فهي الصورة أنا أشوفها من عيني أنا أكاديمية بحثة نعم أنت قلت عكسي ليش قلت عكسي؟ قلت عكسي أنا قلت الناس بتفهمها أن اللابتوب حق الدوام فقلت من هذا المنظور هي عكس إبراهيم لكن أقرب إجابة هي إجابة الأستاذ حسن فعلا أنا كانت رسالتي للأي آي إن إذا توفرت البيئة المثلة أنا بقدر أوفق بين كل المواد وبين صحتي وبين وقتي الخاص يعني حتى صورة كانت في النهار أنا لم أكنت أدرس في المساء يعني هذا التفصيل أو كتبتها يعني حق الذكاء الاصطناعي نفسي إنها تفاصيل الطالب نهاري نعم طبعا في شيء ثاني أنت هندسة رقمية فلازم يكون في لابتوب طبعا بدونها وما تقدر تدرس صحيح طبعا أكيد نروح للصورة الأخيرة ومعروفها يمكن بدينا مع هند وبننتهي مع صورة هند نبدأ معاكم إبراهيم شفت الصورة خبرني شوف فهمت من صورة هند الصورة فيها ميزان وفيها طبعا الميزان فيه كفتين دائما فمن المرشح أنها كفة العمل وكفة الدراسة وفوق لابسة قبعة التخرج فهي إنسانة خاضتها للتحدي دائما الإنسان يقولون الإنسان يحكس بيئته أو هو نتاج البيئة اللي هو خاضها أو تجربتها أو حياتها فهند هي إنسانة عكسة الانتظام عكسة أنها كيف قدرت توازن بين العمل والدراسة وطبعا مع التضحيات القليلة أنك أنت تختار أنت بشو تضحي هذا بروحها قرار مصيري خلي نقول فأهنيها على هذا الشيء إنسانة منظمة يعني ومرتب وقدرت توازن بين كل هالأشياء جميل جداً حمد شو فهمت من صورة هند؟ اللي فهمت أنا إنسانة جداً منظمة من ناحية التواقية لو تلاحظ الميزان لها لح توقيت والميزان الثاني لح توقيت وكل ميزان لها كتب علمية فهذا يعطيك خلفية أنها هي حابة العلم اللي هي شغالة فيه ولا اللي هي تدرسه ومندمجة فيه يعني فيه مكافأة في النص اللي هي قبعة التخرج وهذا اللي مش هالأمور جميل جداً حسن أنا أختصر للتعليق على الصورة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة الله أكبر جميل حبيت التفسير فهذا إنتي أنا يمكن أفسر صورة هند بالتوازن بالتوازن الحياتي في أكثر من شيء فمجملة الصورة كلها والعناصر الموجودة في الصورة يدل أنها قاعدة توازن كل حياته والأهداف واضحة فيه تعلم فيه عمل وفيه يعني تنظيم حياتي جميل جداً هند وصلنا لك ونباش تفسرين هاي الصورة شفنا الشباب شعفوا الميزان والكتب وطبع التخرج خبرينة شو كتبت للاي اي اي هو ما شاء الله عليهم الشباب كفوا ووفوا وما قصروا وعد الميزان واضح فأنا اللي كتبته للاي اي اي واللي أصلا من بداية الحلقة أنا أقوله أن النجاح الحقيقي والمفتاح الأصلي لأي إنسان يحب أن ينجح ويوفق بين الدراسة والعمل في وقت واحد هو إدارة الوقت وتنظيم الوقت جميل جداً طبعاً أكيد استمتعنا بهذا الحديث معاكم في برنامجكم المميز يمعد شباب تجاربكم مميزة النقاشكم مثري صراحة استمتعنا بشكل كبير بهذا النقاش اللي بيفيد مشاهدين من شباب اليمارات وأيضاً شباب الوطن العربي بشكل كامل لكل شخص منكم تجربته لكل شخص منكم سلوبه في معالجة التحديات اللي تواجهها في يومه وفي حياته نتمنى التوفيق لكم في حياتكم اليومية المهنية والأكاديمية ونتمنى من كل واحد منكم أن ينقل هاي التجربة للآخرين لكن نتعيد بوجودكم معاي وعسى الله إن شاء الله يوفقكم كل الشكر لكم وضيوفنا وأكيد مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج جمعة شباب وموضوعنا اللي كنا نتكلم فيه وهو الدراسة والعمل أو العمل أثناء الدراسة الجامعية أكيد في جمعة شباب دائماً ما نفتح للنقاش ألف باب ونتمنى إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت بموضوع مختلف واللقاء اشتركوا في القناة